السلام عليكم زيو كاتر عاملين يا رب كنوا كويسين اه النهاردة ان شاء الله اول حاجة في منهج الكلينيكال كله كبيزيكس اه لو حد عايز يتعلم كلينيكال كويس لازم المحاضرة دي بيزيكس في كل المستويات اي مستوى من اول مستوى حد طالب لسه بيبدأ كلينيكال لغاية مستوى كبير هو تقريبا الكلام لي بقى واحد اه بنتكلم النهاردة على الهدف من دراس الكلينيكال بنقول لحضراتكم اه الهدف ماي ايم اه عشان اذاكر حاجة اسمها كلينيكال ان انا اوصل في الاخر لديجنوزز يعني بصوا من اصغر دكتور لا اكبر دكتور الهدف بتاعه انت اصلا قاعد في عيادتك عشان تشخص انت وظيفتك ان انت الشخص وبصراحة انت لو شخصت صح يبقى انت ان شاء الله هتعاليك صح عشان توصل لديجنوزز عندك ثلاث اسلاحة السلاح الاول اسمه السلاح التاني اسمه بنوعيه والسلاح التالت اسمه احنا عندنا ثلاثة اسلحة عندي ثلاثة اسلحة عشان اوصل لتشخيص اي حاجة لابد ان انا اخد الثلاث اسلحة بتوعي السلاح الاول اسمه اسمه بعد اتكلم على العين اكيد اي حد مننا راح لدكتور او انت حتى اشتغلت لو انت حد بوسط اشتغلت كدكتور يعني اا انت اقول ما يجي لك حد يشتكي من حاجة بتوعي تتكلم معاه تقعد اسمك وسنك وعنوالك وساجن فينه بتشتكي من ايه ومن امتى هننظم الكلام ده كله ده اسمه وبصراحة هذا هو اللي بيديك الفكر الكبير عن المرض او الحاجة اللي انت شغال فيها بعد اللي تفضل على السرير بتعمل له حاجتين حاجة اسمها جينرال وحاجة اسمها لوكالكساميناشن نزر عامة كده على الجسم تقضوا الحرارة تشوفه الوضغط اسمه جينرال بتركز على الجزء المصاب يعني مثلا مثلا يعني انت جايلك دلوقتي يقول لك زوري بيوجع محيطة ي�بتو بيشوى هنا مش عارفه بلع ذوري بيوجع محيطة بتقيسة الحرارة ده جينرال بتشوفه البلز ده جينرال ده اسمه خلصت لكن تقول له ابتح بؤك وقول اه وتجيب الطرش كده تنور كده وتشوف زوره في ايه جوه ده اسمه جالك واحد بيقولك انا الحتة دي بنصدري كده من قلبي هنا بتوجعني فانت بتبعض تفحص الجسم كله لكن لما تيجي تركض على الحتة المصابة ده اسمه يبقى نوعين جالي مريض فعياتي عادت تتكلمت معه الكلام مع المريض خلاص يعني انت كنت بتتكلم معه انت تقريبا ده اسمه حطيت لك على الموضوع تقوم تأكد الكلام بتاعك عن طريق جنرال ولوكا لو انت وصلت لتشخيص خلاص خير وبركة شخص وعالج وخلصنا طب انا قمت عملت برضو فحصت وبردو مش مستريح مش عارف اوصل لتشخيص اقول لك ولا زعل نفسك لحظة انت مشخصتش اه بس هتحط دي فرنشل دي اجنوز دول ايه احتمال الحالة بتاعتي تبقى كذا او كذا او كذا او كذا تقول مثلا يا كذا يا كذا حاجتين او ثلاث حاجات او اربع حاجات او حتى مش عارف تشخص لو انت حطيت دي فرنشل دي او ما شخصتش تبدأ اطلوب فحوصات سواء كانت الفحوصات دي لابوراتوري او سواء كانت الفحوصات دي حتى هتعمل اشعات هتعمل اشعات او تحليل فاهميني ده دي كلمة عن طريق ان شاء الله انت شخصت الحالة بتاعتك وتبدأ اتعالجه صحيح يعني مش لازم يا ولاد لما يجي لك عين في عادتك او اذا كاتر يعني لما يجي لك مريض في عادتك مش لازم من اول وهلة او لاول لحظة ان انت تشخصه مش لازم هو داخل عليك كده او ساعات كده ربنا بيكرمك بعد ما تبقى خبرة بقى وتشوف حالك كتير وبتاع هو داخل عليك بتشخصه لكن كده كده لازم تقع تتكلم معاه لازم تاخد تعمل جانرال جايز كلامك في حاجة ها جايز انت غلطت في حاجة انت تسرعت في حاجة بصوا لازم الطب ياخد مجراء لابد من عمل لابد من عمل جانرال ولوكال اجزامينيشن والانفستيجيشن دي مش لازم تعملها الا لو احتاجتها وتطلبها في اضيق الحدود ما ينفع شيء ما ينفع شيء يجي لك عيان تقول له بيقول لك ايه احنا مش هنلوك لك كتير مش هنتكلم ايه طلع على السير وتبدأ تفحصه غلط ده مش طب او مسلا يجي لك عيان تقول له بيقول لك ايه احنا لا هنتكلم ولا هنفحص احنا هنعمل فحوصات لكل حاجة وعدنا نشوف الفحوصات بتاعتك بايه ده ده مش طب اصلا يا اولاد ده بصوا ده مش طب بالمرة هو المريض جاي عشان يتكلم وانت رايزم تسمعه حط دي في دماغك هو جاي عشان يتكلم اصلا لابد ان انت تعمل هستوري اللي عايز اقوله من وجهة نظر حضراتكم هنتكلم نسا كبداية انا عندي هستوري تيكينج وعندي جينرال ولوكال وعندي انفستيجيشن مين اكتر حاجة من الدول من دول لها دياجنوستيك مين اهم حاجة بدول كالها دياجنوستيك فاليو صدقوني اهم حاجة بدول ليها دياجنوستيك فاليو هي كلمة هستوري تيكينج هي الاهم هستوري تيكينج هي الاوقع انا ممكن اشخص من سبعين في المية المية في المية من الحالة عن طريق هستوري تيكينج ده خيالي اولاد اه ممكن بعضوكم يبقى لسه صغير ما يعرفش حاجة قوي او ما خدش لسه مع الوقتة تبقى احسن مني يعني اه في ناس بتستصعب جدا 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 حالات اسمها حالات النيورولجي حالات الاعصاب يقولك دي اصعب حالة في الطب حالات النيورولجي الله العظيم مية في المية من حالات النيورولجي تتشخص عن طريق الهستوري ويبقى الاجزامنيشن ما هو الا تمثيلية تخيلوا ان الهستوري ممكن يشخص حاجات الاجزامنيشن ما يعرفش يجبها الهستوري ده هو اللي بيحطك على الطريق انت فين عشان كده انا كل دي على فكرة كل اللي انا عملتو ده انترو انترو داكشن كاني عايز اقولكو ايه الهدف من المحاضرة دي من الوقت اللي هناخده ده ازاي اعمل هستوري كيف تنشئ هستوري ازاي تعمل هستوري تيكينج يبقى احنا موضوعنا كلمة اسمها هستوري تيكينج ازاي اخذ الهستوري التاريخي المرضي من المريض الهستوري ده بتقسم العنوين اول كلمة اسمها بيرسنال هستوري تاني حاجة شكوى المريض كومبين تالت عنوان اسمه هستوري او اسمه التاني بريزنت هستوري رابع عنوان اسمه بست هستوري خامس عنوان اسمه فاميلي هستوري وفي حاجتين كمان في كلمة اسمها منسترول وفي كلمة اسمها سوشيو ايكونوميك هستوري يبقى دي كده الحاجات الايتمس الاسسية في كلمة هستوري ممكن تحطها على طول بعد البرسنال هستوري اي فيميل لابد ان احنا نحط لها حاجة اسمها بيرسنال هستوري اولا يعني اي فيميل تحط لها منسترول هستوري بعد يعني بعد ما تخلص البرسنال بتاعتها تروح لازق على طول فيها كلمة اسمها منسترول هستوري عايزين نمشي واحدة واحدة اول كلمة بيرسنال هستوري بتشمل نقاط النقاط دول سبعة اللي هم نيم واج وسيكس واكيوبيشن وماريتال استيت وهبت سبع حاجات لو خدنا اول حرف من كل كلمة هتبقى ناس امرة مش هتنسوه ناس امرة وفي بعض الحاجات زي مسلا ان يرولش بحب ازود كلمة اسمها اه هندد ناس العين بيكتب بيده ليمين او بيده الشمال هنعرف لازمتها ايه يلا حاجة حاجة اسم المريض ايه لازمت اسم المريض انا مش متوقع مسلا او مش متخيل ان يجي لك عيان وتقعد انت بقى عملت تتكلم معي وانت بتقول له قوم يا حج هنا وانزلي يا مدام مينفعش لازم تقول له يا استاس فلان يا مدام فلانة يا حج فلان لازم تنادي المريض باسمه مينفعش تقول له يا انت يعني ايه لازم تتكلم معي وعلى فكرة دي بتعمل علاقة حلوة بينك وبين المريض جدا خلال مسلا انا ما عرفش حد من نقو احنا في محاضرة ومعرفش حد من نقو وجيت كده في واحد في النص قلت له ازاي كحسين مثلا يعني حسين ده مبسط جدا اللي بقى لو حالوك نموتغازوش معنى يعني فاميني ولا لا كذلك المريض بتاعك لما تقعد تناديله باسمه ها تناديله يا فلان يا فلان يا فلان يا اساس فلان ها بتبقى حاجة علاقة انت بتكسر الحواجز اللي بينك وبين المريض دي حاجة الحاجة التانية لابد ان الاسم يبقى سلاسي الاسم يبقى سلاسي عشان ما تلغبطش العينيه في بعضهم الاسم يبقى سلاسي بمعنى ان انت مسلا انت في المستشفى وعندك حلقة كتير محجوزة وسعت على فكرة كتير قوي تبقى الاسماء متشابهة يعني مسلا اللي بسمعوني دلوقتي مسلا لو قلت لكم محمد علي مسلا انا اعرف في خمسين واحدة اسموه محمد علي كتير جدا جدا يعني هتلاقي اسم منتشر كتير جدا انا عندي اتنين اسموه محمد علي محجوزين عندي محجوزين عندي في الاسم بس انا بقى سأنا اقول لك حاجة انا مسلا بتاعه مردم عندي عيان محمد علي عنده بليدنج جاي بينزف وعندي محمد علي تاني جاي عنده جلطة لاحز حاجة اتنين عكس بعض فانا قلت للنرس المرادة اللي معايا اه روحي لمحمد علي ادي له حقونة هبرين انا اقصد محمد علي بتاع بتاع السرومبوزز هي راح تندت لمحمد علي بتاع البليدنج ايه رأيكو موتناه ما قال غلط مني انا لابد ان انا اميز المرضى عن بعض قللي خلاص ناخد الاسم سلاسي محمد علي محمود طلوع الاتنيه محمد علي محمود خلاص الاسم الرباعي او اللقب يبقى لابد ان انا اميز المرضى عن Performance حتى ان شاء الله تشتغلوا لادة في المسلسفيات الحكومية حتى المسلسفيات الخاصة لازم يكون الاسم او رباعي علشان تفرق المرضى بتوعك عن بعض ده هيفرق عان ده وده هيفرق عان ده ويبقى دفاتر بتاعتك متسجل باسماء المرضى كلك. طيب سل صدم المريض فرق معي عشان اكيد يعني مش عايزة كل سنة وليه الامراض بتاعته. وطول ما احنا منذكر في المدسيني دا كاترة يقول لك المرض ده كومن في السنة ده المرض ده كومن في السنة ده ده بتاع كذا ده بتاع كذا. والامثلة كتيرة جدا. يعني لو انا قعد ترشح في الاتة دي لوحدها ممكن ناخد ساعة هقول لكم حاجة. لو جالي النهاردة حد عنده بولي ارترايتس بولي كتير ارترايتس التهاب المفاصل. حد جالي التهاب مفاصل متعددة. ولقيته طفل من خمسة لخمساشر سنة ده عنده روماتيك فيفر. طب لقيتها مسلا من عشرين لاربعين سنة ده سن الروماتويد ارترايتس وسيستيبيك لوبس. طب لا ده ستين سبعين سنة لا ده عنده حاجة اسمها استيو ارتروزيس او استيو ارترايتس اللي هو عمرت خوشنة المفاصل. لحظوا حاجة. هما التلاتة اجتمعوا في ان المفاصل بتوجههم وربما يكون فيها لكن عشان ده سنه صغير انا شكيت انه هو روماتيك دي ميدل ايتش فشكيت انها روماتيك اكتر اقول له بس. لا لا ده سنه حد عجوز. شكيت انها استيو ارترايتس. ان يبقى عندي حد عجوز. وعنده روماتيك. صعب جدا يبقى روماتيك فيفر. وبرده ان يبقى انا عندي طفل صغير وعنده استيو ارترايتس يعني هتيجي ازاي. يبقى بالتالي يخد بالك. ان السن فرق معانا فرق معانا. وطول ما انت بتذاكر في دروس البطنة يقول لك ده بيجي في سن فوق الخمسين سنة. لا ده بيجي سن ده بيجي في ده من عشرين لاربعين سنة. بيعمل يحدد لك السن بتاع كل مرض بناء على احصائيات وحاجات. كذلك السكس ميل ولا في ميل? انا مش اسأل انت رجل وست طبين قدامك يعني من اسمه حتى تعرف تبع عارف زي كان رجل ولا ست. فانا بقول ميل او في ميل في ميل ايه? ايه لازمت ان انا اقول ميل او في ميل او اميز هو رجل ولا ست? مش عايز اكلام. هناك امراض ها مع كل الاسف والالم اكتر في الرجال. والحمد الله في امراض كتير اكتر في الستات. امراض اكتر في الرجال اه مثلا اثروسكلروزوس. اللي هو يجيله بقى اسكيميك هارت وهايبرتنشن وصريبروباسكو سلوك. ده كومن ان ميل. اه مثلا لما اقول لحضراتكو سي او بي دي. ان ميل برونكو جينيكارسنوما ان ميل. مسلا لكن لما اجا اقول لك ايه مسلا روماتويد ارثريتس ان في ميل سيستيميك لوباس. ميران سيستيميك لوباس ده الزقبة الحمرة. في ميل تو ميل ريشيو تسع الواحد او عشرة الواحد. تقول لي يعني ايه? يعني كل تسع بناتي يجي لهم قدامهم راجل بس. برضو مش فاهمين. لا تفهم. انا هعد في عياتي. دخل التفكير الاول انها سيستيميك لوباس. انا شكيت عم انت لها تحليل بطلع سيستيميك لوباس وانا اصلا كنت متأكد. دخل علي ميل. في حاجة وعشرين سنة. عنده سكين راش وبولي ارثريلجيا. فانا بحط له دفرينشال دياجنوزة طب له تحليلات. وما تطلع احط اخر حاجة سيستيميك لوباس وما تطلعش سيستيميك لوباس. ان انا اشخص مسلا سيستيميك لوباس ان ميلي. يبقى وخد بالك فرقة معاية. مايسينيا جرييفيس كومان ان في ميل. كومان ان في ميل. يعني في امرات كومان ان ميل وامرات كومان ان في ميل. خد بالك اه ده راجل ممكن يبقى كذا. ده ست لا الاكتر يبقى كزا. خد بالك.lime والنوع غير ان هما لهمε دياجنوستيك فاليو. لكن ايج ان سيكس الص 루�م خايمش لو Nein برفقInd тип تحليلات وانت بالنft يقول لك حاجة مسلا. مرض زي الام اس. ام اس ده اختصار مشهور جدا في الطب يا ولاد. مرض اسمه التصلب المتعدد. ده مرض بيكفي العصاب ويعمل شلل وفتاعه وحاجاته ومشاكل في الاتزان وفي العين حاجات كتيرة كده. المرض ده لو حصل في يبقى لو حصل في المرض ده لو حصل في ست جوت بروغنوزس. لو حصل في الراجل يبقى بات بروغنوزس. يعني سلام بقى لو جيف بنت وسنها صغير نقول لها ما تلاقيش وما تخفيش وهتبقى حلوة وزي الفل واموري تمام تمام. طب لو حصل في راجل في راجل في راجل والراجل ده كان سنه يقول لها انت كده كده اه يعني خلاص. واخد بالك يبقى عندي بات بروغنوزس ناخد بالنا من هزا الكلام. طيب. اوكيو بيش تشتغل ايه? مهمة تشتغل ايه? ربما يكون الشغل بتاعه هو سبب المرض اللي عنده اللي يسموه اوكيو بيشنال ديزيززز. ودول كتير قوي. يعني يمكن مثلا اه لما قولك كلمة اوكيو بيشنال ديزيززز. لما اقول لحضراتكم ايه مثلا كلمة ايه? الامثلة المشهورة جدا على مستوى هنا فيه حاجة اسمها اوكيو بيشنال ديزيززز. الناس اللي شغالين في المصانع. مصانع اللاسمند. مصانع الطوب. البلاستيك. الازاز. الصوف. القطن. المحاجر. الناس اللي كل هم بيقول لهم حاجة اسمها. اللي هو. ويقول نحنا في الاخر بعد ما كان شغال بقاله عشرين سنة ولا عنده تلايف في الرئة حاجة اسمها. صراحة ما يجي لحد كده وانسى اسأله انت كنت بتشتغل ايه بقى حرم عليه. يبقى لابد ان انا اسأله انت وظيفتك ايه او كنت بتعمل ايه او بتشتغل ايه. ناخد حاجة قريبة شوية يا ولاد. لو واحد فلاح هو شغال اندون هو فلاح مزارع بينزل ارض زراعية. فغصبا عنه بيحتك بالترعة. والترعة زمان طبعا كان فيها بالهارزيا. فهو عرض ان يحصل له بالهارزيزز. فلما يجي لي هلاقي عنده بالهارزيا مسلا هيبقى تزبينه مجل. جراح عظيم في مصر ام الدنيا. جراح. الجراحين في مصر يا ولاد زمان لما كان الزايرة السي متفشي عندنا جدا. معظم الجراحين جالهم بطاية السي. اصلا الاول ما يسلمش مرة غرزتي في ايده مرة مش عارف يتعور. واصلا المرضى كلهم كان عندهم بطاية السي. فبالتالي فرصة ان يحصل له بطاية السي فيروس فرصة كبيرة جدا. اخدوا بالكم من حاجة. هي فرصة كبيرة والسبب بتاعنا الشغل بتاعه. يبقى لو كان الشغل بتاعه هو سبب المرض بقى بنسمي هذا المرض اوكيوبيشنال ديزيز. بقولوا انت متجوز انت مخلف عندك اولاد اصغرهم عنده كم سنة. ده بيديني فكرة يا ولاد عن السيكس والفونكشن بتاعتهم. وعن الفيرتيلتي اللي هو عنده قدرة انجابية ولا دي فيرتيلتي. والسيكس والفونكشن عنده امبوتنس ضعف جنسي ولا لا? طب دي لازم ايه بالموضوع? اولا ممكن يكون عنده بسبب لغبطة في الهرمونات وبصراع احنا بتوع البطن احنا بتوع هرمونات يا? قد يكون عنده امبوتنس ضعف جنسي نتيجة انهم عنده حاجة في الاعصاب. واحنا برضو النيورولوجي جزء من البطنة. فاهماني ولا? ما النيورولوجي ده برانشي كبير جدا هقللتل للبطنة. فبالتالي لازم تاخد فكرة تقول لي عن ايه? بص يا ولاد. هو سؤال بيغنيك عن تفاصيل محرجة. مثلا ايه? يقولك انا متجوز بقالي عشر سنين وعندي تلات اولاد اصغرهم عنده ست شهور. ايه وعا بقى تيجي تقوله هو انت بتخلف ولا لأ? ولا تيجي تقوله هو انت عندك مش عندك ضعف جنسي ولا انت بقى خيب اصلا. ما هو اصلا هو اللي لك ما الاول نوازي هالفول لهو. يبقى انت السؤال ده بيغنيك عن هذا الكلام. غير ما يقولك انا متجوزتش. ما هو? انت متجوزتش ليه? انت عندك اربعين سنة او انا انا اتجوزت وطلقت. او مسلا انا اتجوزت بقى لي خمس عشر سنة ومعنديش ولاد. ربما يكون عنده او يبقى لابد انت تقولي السبب. يبقى اخد بالنا من الحتة دي. ممكن انت كنت قلتلي متجوز ومخلف ومش عارف ايدي ممكن تريحني من حوارات كبيرة ملهاش لازمة. الموطن المكان السكن العنوان يعني عنوانك. ها وبعدين اخدوا بالكم بقى من حاجة عشان المصريين فيهم لعبة شوية. المصريين ساعتي يتولدوا في مكان ويعيشوا في مكان. exploited ايه انا اتولدت في الفى يوم بس عايش دلوقتي فستة اكتوبر مسلا يعني كده انا اتولدت في الشرقية بس عايش دلوقتي في مدينة نصر يعني خد ذلك يقول لك انا اتولدت في مكان لكن عايش في مكان تاني. او عن تتيكل تساءلوا ايه? هو انت من ين? اقول لك انا مش شرقية مسلا يعني او تقول له طب انت عايش في مدينة نصر متقولش كده. طل له عنوان حضرتك يقول لك مثلا انا ساكن مش عارف ايه مدينة نصر. طول وطول عمرك يقول لك اه انا مولود وعايش في هذا المكان. يبقى تقول لي بورن ان ليفنج ناو ان مدينة نصر. مثلا يعني. اه غير بقى تقول لي بورن ان الفيون بط ليفنج ناو ان 6 اكتوبر. تفرق معي. تفرق معي ازاي يا ولادة? مثلا لما يقول كلمة اذا ذكرت كلمة الفيون في الطب. احنا كمصريين يعني. الفيون يعني فيه ترعة. كان بينزل الترعة. واراضي زراعية وبتاع. فممكن يجيله بالهارزية. انت النهاردة دكتور وفي المستشفى. وجالك حد عنده هباتوس بينوميجلي تضخم في الكبد والطحال. فانت بتقول له انت منين يقول لك انا من 6 اكتوبر. تقول له طول عمرك? يقول لك لا. انا اصلا مولود في الفيون ده. انا جالكتور يدوك من خمس سنين. تقول له هبا يبقى انت عندك هباتوس بينوميجلي بسابل بالهارزية تس. واحد تاني لقيت عنده برضو هباتوس بينوميجلي. تقول له ايه بقى? تقول له طب هو انت مولود فين يقول لك? انا لا انا اصلا مولود في 6 اكتوبر. وعايش 6 اكتوبر بصو يقفلها معاك يقول لك ايه? وعمري ما شفت الترعة دي غير في التلفزيون. تقول له لا لا انت كده مش بالهارزية. ما اصلا انت عشان يجيلك بالهارزية. لابد من كونتاك تووتر كنال. لابد من كونتاك تووتر كنال. عايز اوصل لايه? بقول له اه ده انت عندك هباتوس بينك بسبب هباتيتس. اه اوتو اوميون. حاجة بقى تانية. لكن ما اقولش كلمة بالهارزية. يبقى لازم تقول له هو اتولد فين وعايش فين. بورن فين وعايش فين. دي مهمة جدا. على فكرة دي مش على قد بس مصر والمحافظات بتاعتها. لا. في مستوى تاني. ايه المستوى التاني? الدول. ما بين الدول. انتم عارفين يا دكاترة لغاية سنتين تلاتة فاتوا. اه اذا ذكرت مصر في المحافلة الدولية الطبية يعني. كان يقول لك اكتر دولة في العالم فيها هباتيتس. مسلا يعني. مسلا. اه لو عيان مصري رايح يكشف عن الدكتور امريكي. والدكتور لقى عنده يقول له شفت ده بوسط بوسط بعد هباتيتس يعني تلايف في الكبد. طب لو نفس الدكتور الامريكي ده جاي له عيان انجليزي. والعيان الانجليزي ده عنده فيقول له اه ده انت عندك الكهوليك سيرروزس. عشان بتشرب كحوليات جالك سيرروز وعمل العيان المصري والعيان الانجليزي اللي اتنين عندهما بس عشان ده ايجيبشن فكرت في الهباتيتس. وعشان ده انجليزي انا فكرت في الكحوليات. مع ان الاتنين في الاخر عندهم نفس الصورة المرضية. يبقى ما بين الدول. كل دولة. اقول لك مسلا مصر فيها بطايتس سي. ماليزيا فيها بطايتس بي. انا لو مسافر ماليزيا قبل ما ادخل يعملوا يتحقيق بطايتس سي. الماليزيين اللي بيجو دريسو في مصر مسلا قبل ما يدخل نعملهم بطايتس بي. يعني كل دولة وفيها الامرات بتاعتها. حد جاي من اوروبا وامريكا نعمل له هنا اتش اي في. انت مصري مسافر مكان يعملك بطايتس سي. كل دولة وفيها الامرات بتاعتها. مش كده وبس يا اولاد. في مثلا مصر وليبيا وفلسطين والاردن ولبنان وسوريا وايطاليا وفرنسا دول دي كلها كده تحت عنوان اسمه ايه دول حوض البحر الابيض المتواصل. تخيلوا ان فيه مرضين في الطب متسمين بالاسم الان. لم اقول لك ميديترينيان فيفر. فاميليا الميديترينيان فيفر. فاميليا الميديترينيان فيفر. هم البحر الابيض المتواصل. اه ثلاثيميا اللي هي ايه? انيميا البحر الابيض المتواصل. يعني في الدول دي مشترك عندهم الامرات دي. يعني اقول لك ايه? انا استفدت ايه? جالي عيان مصري. طفل صغير. وعنده صورة كورونيك هيموليتيك انيميا. هو لسه عيل صغير. قولا واحدا مش ده طفل. هو مصري. ومن ابوين مصريين. قولا واحدا قولا واحدا الجين موجود عندنا اصلا الولد ده يطلع ثلاثيميا. هو عمل تحليل وهيطلع ثلاثيميا. لو جالي عيان سوداني. مجايقش في فقوم الدنيا. هو جايبين الطفل بتاعهم. قلت له عنده صفرة ومش عارف ايه. انا طرح عملت الشغل بتاعي. لقيته هيموليتيك انيميا. قلت لهم عشان هو سوداني ده عنده حاجة اسمها سفيروسايتوزيس. ما ينفعش عندهم او مصري ما عندهمش ثلاثيميا. الاكتر عندهم مرض اخد ثلاثيميا اسمه سفيروسايتوزيس. عارف لو طفل سعودي عندهم حاجة اسمها سكل سيل نيميا. ياولاد لغاية بس ان احنا نبدأ في الطب. السلاسيميا. والسفيروسايتوزيس والسكل سيل نفيضنا الدول كده اسمهم كورونيك هيموليتك انيمي ازا. بس السلاسيميا في المصريين. سفيروسايتوزيس في السودانيين مسلا. السكل سيل موجودة في السعوديين فهم او لا Terreна. مع ان في çI الاطفال نفس الشكل. نفس تقريبا كل حاجة. بس المرض مختلف لان سجين ده موجود هنا بس المرض ده موجود هنا دول بيتجوزوا پريد فبيحصل هنا وهكذا. فيه تفاصيل لكل مرض من دول. بس اعرف الفكرة. يبنى كلمة انت جنسيتك ايه? طب انت عايش فين في البلد دي? طب انت طول عمرك مورود وعايش فيها ولا لا? لازم تاخد الموضوع بشيء من التفصيل. بعد كده كلمة هابت نقصد بها الاسبيشيال هابتس اوف ميديكال امبورتنس. الاسبيشيال هابتس ليه العادات? اه اللي ربما تؤثر على الصحة. ما اصورش اي عادات. لازم تكون العادة اللي بيمارسها دي بتأثر على صحته. طبعا مش عايز الكلام اشهر عادة او اخطر عادة ازا كان حد يبيشرب سجاير. لو جالك حد مدخن دي اشهر ايه طبعا لو يشرب كحليات او اي مخدرات لو قالك لابد ان انت تذكرها لكن اهم كلمة ازا كان بيشرب سجاير. لو جالك حد وهو فعلا بيشرب سجاير لازم تحسب له حاجة اسمها اللي هو مضروبا فيه ديوريشن كام سجارة في اليوم بقالك على كده كم سنة. انت بتقول له كده بتشرب كام سجارة في اليوم. بقالك كم سنة هي. من سؤالي تشرب كم سجارة في اليوم. وبقالك على كده كم سنة لابد ان انت تسألها بالمنظر ده. ليه بقى يا ولاد? عشان كم سجارة في اليوم? بقى لك كم سنة? عدد السنين يعني? عدد السجائر في اليوم. فعدد السنين حصل الضرب بتاعهم يسوي حاجة اسمها سموكينج اندكس. معامل التدخين. ومعامل التدخين ده بيقسم الناس اللي سموكرز الى ثلاثة اصناف. لو كان اقل من مية فنسميهم مايلد سموكرز. لو كان من مية الى رجع مية هنسميهم مودرد سموكرز. لو كان الكيس اقلت هنسميهم. انا بشة بعشر سجاير في اليوم بقى لي خمس سنين يبقى الاندكس بتاعي خمسين يبقى انا سنوكر. عشرين سجارة في اليوم بقى لي على كده ثلاثة سنة. عشرين في ثلاثة transparent. سجارة في اليوم بقى لي اربعين سنة. انسوكر كم سجارة في اليوم بقى لي كده كم سنة? الانجليز بعملوك طريقة تانية. كم سجارة في اليوم بقالك على كده كم سنة والرقم اللي بيطلع ياولاد ياسموه على عشرين اللي هو يعني عدد السجار في العلبة لازم تفهمها بأكزامبل انا بشرب عشر سجاير في اليوم بقالي على كده خمستاشر سنة اروح قاسم عشرة في خمستاشر كده على عشرين الزيرو مع الزيرو خمستاشر على الاتنين فيها سبعة ونص باكير سبعة ونص باكير سبعة ونص باكير حد فيهم حاجة كم سجارة في اليوم بقالك كم سنة اسمتوا على عشرين طلع سبعة ونص تقولي انا استفدت ايه من رقم سبعة ونص استفدت من قيمة الرقم يعني مسلا ايه واحد تاني ثري باكيرز واحد فور باكيرز واحد فايف واحد واحد تواني كلما زاد الرقم كلما كانت الخطورة اكتر واكتر فده اسمه باكير دي طريقة اخرى ما ينفعش يجيلك عيان يقولك انا بشرب تلات علا بسجار في اليوم تقولي هيفي سموكر طب ما يفرض بشرب تلات علا بسجار في اليوم بقاله على كده سنة واحدة يبقى لازم ايه كم سنة واحد بشرب عشر سجار بس بقاله خمسين سنة ده هيفي واحد بشرب ستين سجارة بس بقاله سنة واحدة يبقى لازم تو فاكتورز تو فاكتورز طيب فيه عيان يجيلك يقولك ايه تقول انت بتشرب سجار يقولك لا انا ما شرفش سجار الحمد لله انا بشايش بس هو فاكر ايه وبيقولك انا ما شرفش انا بشايش هو مين اخطر السجار ولا شيشة السجار ولا شيشة حجر الشيشة الواحد يساوي من عشرين سجارة لحجة وخمسين سجارة عشان كده ايه في فكرة كده عبيط عند بعض الناس يقولك ايه الحمد لله انا بطلت السجاجر انا اقصى سجار كانت في جيبي فانا طول ان انا اعمل اشرب وشرب لي علبة في اليوم فانا ربنا هداني الفكرة ومشرب بنا اللي هدى ده الشيطان اللي هدى الفكرة انا ربنا هداني الفكرة ان انا ايه ما اشربش سجار خلص وانا مروح بين الاعلى الا هو اضرب لي حجرين ثلاثة نقول لا ابلاش الحجرين التلاثة دول وارجعت هنا شرب علبة سجارة يبقى الفكرة كلها كمية اللي موجودة في حجر الشيشة اكتر بكتير من اللي موجودة في السجارة يعني الشيشة اخطر بس الشيشة ليس لها اندكس يعني لو جالك واحد مثلا بيشرب شيشة تقولها ازاي تقول لي ان هي از شيشة سموكر هي از شيشة سموكر يعني هو مدخن شيشة والسلام هامن غير ما تقول لي ليس ما تقولش هي از شيشة سموكر فايف ستونس بردين بش حاجة اسمها كده يعني ليس لها ليس لها اندكس معين ولكن از شيشة سموكر والسلام طيب نرجع لموضوعنا لازم تقول ان انت بتشرب سجارة ولا اه بتشرب ششة ولا اه حتى لو اي مخدرات او اي حاجة لازم يقول لك عليها لو قالك يعني لو بتشرب بتشرب بقالك قد ايه طب انت بتشرب قد ايه يقول لك كذا سجارة في اليوم بقالي كم سنة وتحسب هذا الاندكس طبعا يا ولاد كلما زاد الاندكس او كلما زاد عدد الارخام بتاعة كلما كان الموضوع سفير والموضوع اكتر وكلما زاد عدد السجار اللي بيشربها او عدد حجارة الشيشة اللي بيشربها كلما زاد العدد يا ولاد كلما زادت الخطورة والمضاعفات بتاعة السجاير او الدخان عموما مع الاخذ في الاعتبار حاجة اسمها في ناس يا ولاد بتشرب سجاير بقالها خمسين سنة ما حصل لاش اي حاجة وبشرب مش سجاير بس كل حاجة وفي ناس تانية من اول سلاتين تلاتة يحصل لهم كل حاجة طب ليه دي حاجة كيف الطب يا ولاد اسمها يعني في حد يحصل له المرض وحد لأ يعني مسلاح نحن في زمن وباء الكوبيد ناينتي لأوا حاجة رهيبة جدا ان في عائلات يجالها المرض ويموتوا مثلا يعني في حاجة اسمها ربما يكون فيه جيناتك فاكتور اللي عايز اقوله كده والله هتقابلوا ناس واحد يا ولاد فوق ال واحد عنده تسعين سنة تسعين سنة يقول لك انا بشرب سجاير من انا عندي خمستاشر سنة ااخد بالك وصحته حلو واحد تاني عنده خمسة وعشرين سنة بشرب سجاير باله خمس سنة مبهدل هي ايه الفكرة personal susceptibility في حد يحصل له وفي حد ما يحصلوش فلازم تحط في الاعتبار كلمة اسمها personal susceptibility اه كلما زاد عدد السجاير كلما كان اخطر لكن مع الاخذ في الاعتبار حاجة اسمها ها هو 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 استعداده لهذا المرض ها بيبقى عامل ازاي طبعا مخاطر التدخين كثيرة اشهرها على مستوى للتشاست متوعوش تحفظ لانا هقولوا كل حاجة من دول بتيجي درس بعد كده في البطنة يعني مسلا على مستوى للتشاست يحصل كورانيك برونكايتس يقعد كلهم يقح يجيب بلغة بلونه ابيض اه وبعدين يبدأ سيدرول يتنافق انفيزيمة لما يحصل كورانيك برونكايتس وانفيزيمة يسموها سي او بي دي سي او بي دي دي كورانيك اوبستراكتب بالموني الريزيز السادة الرائوية المزمنة ده اشهر مرض في الكلينيكا البطنة كله مي برسبتيات البرونكيا الازم عارفين لو حد بيشرب سجار وكده بيحصل له سيكريشن هنا في الاروي لو ده خل يعمل عملية ولا حاجة سيكريشن ده ممكن يحصل له اسبيريشن ممكن دخل له باسبيريشن نومونيا كارسة برونكوجينيك كارسنوما العام الاساسي للبرونكوجينيك كارسنوما هو التدخين ده انا عايز اقول لكم مكتوب على عرب التدخين كده واجب لك تعارفين عربة السجار بيحطوا عليها سوار عشان يكرره ناس في السجارة يعني واخد بالك وحطر لك سورة برونكوجينيك كارسنوما والعامل الاساسي فيها هو التدخين على مستوى الكارديو فاسكولر سيستم فاسكولر يعمل السجارة يا دكاترة بتعمل كميكال اريتيشن للانتمة بتاعة البلوت فيزنس ولما تعمل كميكال اريتيشن للانتمة بتاعة البلوت فيزنس تؤدي الى اكترسكلوروزز اكترسكلوروزز تصلب شريم في المخ يعمل جلاطات في البلوت بريشر هنا على مصابة تعمل هيبرتينشين في البليف Thrfounder تعملifter alscheme غنجرين يعني باختصار الوهائيه لما ناخدها اكترسكلوروزيس باي كيميكال اريتيشن اثر 그렇게يت المخê باي كيميكال اريتيشن السجارة تعمل كانسر لب. كانسر طنج. كانسر لانيكس. كانسر استومج. ايه رأيك? تعارفين وراية البافرة بتاعت السجارة دي كارسينوجينيك. حتى كان في بحث عن مينو? السجارة ولا الشيشة? طبعا احنا قلنا الشيشة كمية الكيميكالس اكتر. بس السجارة الفلتر اللي في اخيرها ده وراية البافرة اللي عليها ده كارسينوجينيك اصلا. وده مش موجود في الشيشة يعني مثلا الشيشة متعملش كانسر لب. يعني اش شوف الشيشة عشان متعملش ايه? لا كانسر لب ولا كانسر طنج. يمكن دي الميزة الوحيدة للشيشة عن التدخين يعني. اه الحاجة التانية اه ممكن طبعا البيبتيكالسر. حد يبقى عنده بيبتيكالسر بصوا. هي السجاير مش تعمل بيبتيكالسر. بس السجاير تعمل بيبتيكالسر. بس السجاير تعمل مثلا واحد عنده قرحة وبيشها بسجاير مش هتخفي. لازم يبطل للسجاير اش طعف تخف. فهمتوا قصدي او لا? اه ممكن اولاد السجاير دي لقوها اه بتزود فرصة الكورونز ديزيز. الكورونز ده مرض انفلاماتوري بقاول ديزي بيجي فروم ماوس تو ايناس. وبياخد الليرز كلها. وتقلل نسبة الالسرات في كولايتس لو بيكون للكون بس. وبياخدوا السوبرفيشة اللير. يعني التدخين للكورونز لكن بيقلل الريسكوف. محنش سبعا يقول لي ايه? بص يا دكتور بقى انا هشب سجاير عشان ما يجيليش. قوله طب يا حبيب ما هيدي لك الكورونز اللي هو اعرف منه. طيب واحدة ستة حامل اللي بتشرب سجاير. البيبي بقالوه بيرثويت. اصلا هي بتشرب سجاير فعندها شوية طيب اوكسي. اصبح الاكسوجن اللي وصل البيبي قولي فتلاقي حجمه صغير. يعني انتو عارفين الستة الطبيعية بتجيب بياني مسلا تلاتة كيلو. اه الستة اللي بتشرب سجاير كتير. كلما زاد عدد السجاير كلما جابت بيبي ها حجمه اقل. كلما زاد عدد السجاير كلما كان حجم البيبي اقل. فناخد بالنا من هذه المعلومة. اه كمان يا دكتورة برضو. هي الام ذاتنا فسايا. احصل لها حاجة اسمها بلاسينتا بريديا. اه يعني اهل بلاسينتا واكس دينتا الهاموريجو بتاع. وممكن طبعا 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 ده في الناسة ده مش بتاعنا قوي. لكن احصل لها هي مشاكل كأم. وطبعا اكلامسيا والكلام ده تسامن حمل. لكن البيبي هيبقى حجمه صغير. اه هل الهبت الوحيدة اللي بتقابلنا ان حد يكون بيشرب سجاير هو دي الهبت الكتيرة. يعني اكتر سبيشيال هبت فرقة معانا على الاطلاق. ان حد يكون ان حد يكون بيشرب سجاير لكن فيه هبت اخرى يا ولاد يمكن بره اكتر مننا ازا كان حد يشرب كحوليات. انت العين المصري حتى لو بيشرب كحوليات مش بيقول لك. مش بيقول لك انت كطالب يعني. بعدين يجي الاساز الكبير بقى يقول له بتشرب اه يقول له اه باش رفا اخبالك يلبسك انت في الحيطة ايه. لو جالك مريض بيشرب كحوليات ها الكول انتك. تقوله بتشرب من امتى وبقى لك قد ايه وايه النوع اللي بتشربه. النوع اللي بتشربه ده مهم جدا. كلمة نوع دي مهمة في الكحوليات النوع مهم. ليه النوع مهم? عشان تركيز الكحول. ركزوا معي. الكحوليات بتتحسب بليونة عشرة ملي كحول اسيلي. بتحط عليه بقى حاجات صودة بقى ومية وحاجات وبتاع كده كتير. فيعمل مشروب. المشروب ده ممكن يبقى بيرة شمبانيا بوديكا ويسكي اي حاجة. كل حاجة من دول بيبقى ليها تركيز معين. مش فاهمين اقول لك حاجة. يعني مثلا. وان يونت كحول مع البيرة لقى البتاعة كان كبيرة كده. يعني الكام بتاعة البيرة دي وان يونت. عارف ازازة البيرة? عارفها من ماشي. لا عارفة يعني. ازازة الويسكي اللي قدها تين يونت. دي اتنين ودي عشرة. ايه الفكرة? تركيز الكحول. اي مشروب من دول لازم يكتب لك النمبر اوف يونت. يقول لك الوحدات اللي فيها قد ايه. بتحلق بنحسبها بالوحدة. ليه بقى يا ولاد? عشان لو راجل بيشرب اكتر من واحد وعشرين واحدة في الاسبوع. او ست بتشرب اكتر من اربعتاشر واحدة في الاسبوع. دول بنسميهم هيفي الكهولزم. يبقى من هو مد من الخمر? من هو مد من الخمر? مد من الخمر الراجل بيشرب اكتر من واحد وعشرين واحدة في الاسبوع. او ست بتشرب اكتر من اربعتاشر واحدة. ما تقوليش بيشرب كان كاس مش بالكاس. اصلا اضعبش الكاس ده قدي ايه? انا يهمني الازات. يعني مسلا اقول لكم حاجة. خواجه بيشرب بيشرب ويسكي. فهو بيجيب في الاسبوع ازا ستين ويسكي. كل ازازة مكتوب عليها تين يونتز. يبقى هو في الاسبوع بيشرب عشرين وحدة كل اسبوع. اوكي على رصنا. ده انا مش بتكلم دينيا بتكلم علميا. طلبة ما عداش العشرين او الواحد وعشرين وحدة في الاسبوع مش هيحصل له مشاكل. الخطورة كلها نوع يعدي الليمت ده. طيب ليه الستات الرقم بتاعهم اقل? اكيد التوكسيستي في الستات بتحصل احسن. بتحصل الاسهل يعني. فخلوا الرقم بتاعهم اقل شوية. وصلت الفكرة ولا? حتى انت لو سفرت وشتغلت برة. ما يفعش تقول له وقف الكحوليات. تقول له قلل الكحوليات. قلل الكحول شوية. هي. يبقى الفكرة الكحوليات بتحسب عن طريق كام وحدة في الاسبوع. ها عدد الوحدات او مسلا كام وحدة في اليوم يقول لك تلاتة يبقى في الاسبوع واحد وعشرين اوكي. ده راجل ست لأ متزودش عنه وحدتين كل يوم. يعني اربعتاشر وحدة ها في الاسبوع ناخد بالنا. الكحوليات بالوحدة. طب الوحدة. الوحدة عرفة ازاي? على حسب النوع اللي هو بيشربه. لان تركيز الكحولة بيختلف من مادة الى مادة اخرى. يا رب يكون الكلام مواضح. لو حد بيشرب كحوليات ايه المشاكل اللي ممكن تحصل له? كتير بقى في اماكن كتير. يعني في حاجات كتير جدا يا ولد. يعني بس اه هو الشغل الاساسي على النيورولوجيكال سيستم. ممكن على مستوى القلب بيحصل حاجة اسمها الكارديوميوبتي. على مستوى الليبر الكوليك هباطايتس وفاتي ليبر وسيروزس. اشهر حاجة تعمل سيروزس في العالم كله اصلا هي الكحوليات. على مستوى الكحوليات يا ولد الكحوليات على مستوى النيورولوجيكال سيستم هي الاساس. يعني مسلا فوق كده في المخ تعمل مشاكل وفي الايدين مشاكل وفي رجلين مشاكل. تعمل تعمل يعني تلاقي ما يحسش بقى في رجلية وايدي زي ما يكون لابس جوانتي وشراب. ده درس كبير جدا في النيورولوجي اسمه من ضمن اسباب اي من حد يكون بيشرب كحوليات. احصل له رعشة في ايدي. الرعشة دي مسلا ما عرفش سوق عربية. ما عرفش يشتغل قدام مكان اولا حاجة. معين في حاجة مشهورة ياولاد. في كلمة اسمها ركزوا في دي بقى دي مهمة. في كلمة اسمها فاميليا التريمورس. موجودة عن طلب الطب كتير. موجودة عند ناس في الحياة. يعني بص يا دكتور انا مسلا كدكتور وبشوف كنت بتشتغلوا قدامي ساعات. تلاقي طالب او طالبة داخل يشتغل قدامي وانا مش بمتحن ولا حاجة. فداخل قدامي ايدي بتعمل كده ترتاش كده. في رعشة كده في ايدي. اقول له ملك يقول لي يا دكتور والله مش عارف ده بست غصبين عني. لما بشتغل قدام حد بيحصل اللي كديس معها فاميليا التريمورس. اصل بابا كده او ما كديس معها فاميليا. الفاميليا التريمورس دي لما يتحط في استرس تبدأ تزيد قوي. تختفي طبعا لما ينام. تختفي لما يبقى مستريح ومبسوط. لكن مع اي استرس يبدأ يزهر له التريمورس. لقوا ان هزي التريمورس يعني انت يبقى عندك فاميليا التريمورس. تدرب كاس تبقى زي واخد بالك عشان تقول لي ايه طب انا عندي فاميليا التريمورس وانا في الامتحان مشكلتي كبيرة. ده هي بتحصل في ايدي كده وانا بشتغل قدام الاجزامنر يهزقني وبعدين بتحصل في شفيفي وفي ويبقى صوتي ان هو مهزوز وانا عارف كل حاجة. بس دي حاجة غصب عني. دي اسمها فاميليا التريمورس. هزي الفاميليا التريمورس تقول لي ايه? اقول لك يعني قبل الامتحان تدخل جوة تقول له احلى كلام. هتقول احلى كلام في اللجنة. فهمني وان لا مشهورة جدا برا. يعني مسلا ممثل وعنده مسرح وجماهير كتير وبتاع تلاقي فيك كوانيس كده كل شو يضرب له كاس. واحد عنده مسلا خطبة كبيرة وهيكلم جماهير فلستاد مش خطب الجمعة يعني واخد بالك وهيتكلم بقى جماهير فلستاد وناس كتير جدا. فتلاقي قبل هيضرب ايه? يضرب كاس. اه واخد بالك حتى مسلا الجراحين. جراحين عشان ما يحصلش هو هيدخل يشتغل عمليات دقيقة وبتاع عشان ايه دو تبقى فيها ثبات ما يحصلش فيها بيدرب كاس. بس هو ما يستهبلش بقى. يقول لك ايه الكحوليات انا اشرب كحولي بقى كتير ام لما اشرب بقى كحولي لأ ده انت لما تشرب كحولي كتير يحصل لك تكسيستي. والتكسيستي تعمل تريمورس. وعلى فكر مش الحل الوحيد للفاميليا لتريمورس ما تشرب كحوليات. مش ده الحل الوحيد خالص. ممكن تاخد بيتا بلوكر. ما دي سيمباتاتيك اوفر اكتيفتي. الرعشة دي سيمباتاتيك اوفر اكتيفتي. لو خدت بيتا بلوكر هتقول احلى كلام. هتبقى زي الفول اصلا هتهدي السيمباتاتيك. تضخل في الامتحان والتنح. ودكتور يسألك ولان انت في حتة تاني. يقول اللي عايز يقول ويش تنبرحته بقى. تينتوني ولا? نرجع لموضوعنا. يبقى الكحوليات. تعمل تعمل على مستوى الدماغ فوق. هو بيشرب عشان ينسى. فيعمل يحصل امنيزيا. بس ياريته بينسى هو بس. اللي بينسى اولاد بيقلف له حاجات تانية. كلمة اسمها كنفابيوليشن. كنفابيوليشن يعني ايه? يعني تقليفات خاصة بالعظمة. يقول لك انا جدع. دي كلمة كنفابيوليشن. هو جدع ولا جدع ولا نيلة. يبقى هو بينسى حاجات. ويحط مكانها حاجات تانية. بينسى حاجات امنيزيا. هو بيشرب عشان ينسى. فبينسى. لكن يقل يقول لك انا كنت قاعد مبارح مع مش عارف رئيس الجمهورية لتاعت الولايات المتحدة. وقلت له عايزين نشوف مشكلة سد النهضة. مسلا يعني. هو بيتهيق له يا بلاد. هي دي اسمها كنفابيوليشن. كاليفات خاصة بالعظمة. يبقى يقول لك ان هو شخص عظيم جدا. هو لا اي حاجة. كنفابيوليشن. تعرف طالين عليها نقطة. يقول لك مرة دبانة وقعت في كاس ويسكي. طالت قاعدة او عن نصر. هي دبانة. فهميني ولا لا? دي كلمة كنفابيوليشن. امنيزيا. مع كنفابيوليشن امنيزيا مع كنفابيوليشن. ها اسمها كورسا كوف سندروم. كورسا كوف. يبقى كورسا كوف. وصف العيان اللي بيشرب كحوليات كتير بدأ ينسى ويقلف حاجات تانية. اه برضو دي اللي بيشرب كحوليات ممكن يحصل له اتاكسيا. وكونفيوجين. وافصال مبليجي. اتاكسيا يتطوح. لقى يتكلمه كده سكران ومقطع ويمشي يتطوح. بيشرب كحوليات بيروح الاسم. بيعملو ايه? برسمو له خط كده على الارض. بقول له مشي عليه. تلاقيه مش عارف يمشي كده. ويت بيز دي كده. يمشي كده. خطوة اساكرام ما يعرفش. ببتح بوك وقول حاحة ليه? شمو لكت الكحولة? فهميني ولا? يعني ازا هو بيعمل اتاكسيا. اتاكسيا عدم اتزان. ايده فيها رعشة. جسمه فيه رعشة. اه يحصلون يعني ايه يعني انا يعني مثلا بقول لكم ايه? مثلا انا بقول يعني النهاردة يوم السبت. والساعة دلوقتي اتنين الظهر. وانا قاعد في عيادتي في الستوديو. انا بسجل محاضرة عشان انا ازلها اللي مش عارفني. كده يعني. يبقى انا ايه وقاعد معايا واحد ها لي بيسجل المحاضرات ها ده مساعد اسمه عاطف. يبقى انا ارينتد بيه? ارينتد بيه? بالزمان والمكان والاشخاص. علام از ارينتد باي طايم ليس اند بيرسونس. طايم انا بقول لك التاريخ والساعة كان. وفين? انا اععد في الستوديو. انا اععد في عيادتي. اعمل استوديو. طب انا مين اللي معايا? انا اععد معايا عاطف المساعد بتاعي. يبقى انا ارينتد بكل حاجة. طيب واحد يقول لك انا علام. ها? ماشي باقبال لك? انا بتكلموا عن نفسي. انا دلوقتي على المسرح. وانتو الجماهير قاعدين قدامي. والنهار ده الخميس والساعة تسعة بالليل. طب انا بقول كلام غلط. انا بقول اي حاجة. يبقى انا عندي للتايم والبليس والبيرسونس. يبقى انا يبقى انا عندي يبقى يبقى اللي بيشرب كحوليات لحاسس مين اللي حواليه? ولا الساعة كام ولا هو فين? يبقى اسمها كونفيوجن. كمان يحصل له افصال المبليجيه. مشاكل بقى في العين تلاقييه شايف الحاجه وتنو developers. دي كلمه افصال مبليجيه. اذا وجدت اتاكسيا ,و كمفيوجن. دي الكلمة اسمها فيرنيكسί. انتفالوبس. هي بوا يبقى هي اللي بتجمع التلاتة دول مع بعض. والى فكرة لو واحد عنده الخامسة ام ن read loop. اتاكسيا وكومفيوجن. و افصال مبليجيه. الخامسة مع بعضة تقول عليها فيرنيكس و كورساكوف ما يجراش اي حاجة. الخلاصة يا ولاد لو حد بيشرب غالبا طبعا العائل المصري مش بيشرب. حتى لو بيشرب مش يقولك ان هو بيشرب. حتى لو كان بيشرب كحوليات غالبا مش بيقولك ان هو بيشرب كحوليات لكن اوكي اديك عرفت حاجة ها انت تسأله عليها ازاي. اهم حاجة نوع عشان تحسب الكمية اللي بياخدها في الاسبوع. هل هو عدى الليمت المسموح بيه ولا لا. تقولي طب يعني يا دكتور لو واحد ما عداش الليمت المسموح مش هيحصل له خطورة. علميا مفيش مشاكل اهم حاجة بس ما يعديش هزا. طبعا شرعيا بقى ودينيا انتوا قادرة مني يعني. طيب. السبع حاجات دول هم محصلة. انا بسأل العين عليهم. دي البداية. بعد ما العين يقولهم ما تقولهمش بقى في صورة بوينز. قولها في صورة باراجراف. انا بسلا سألتوا على السبع حاجات. فانا عايز انطقهم اقولهم ازاي. مسلا يعني. متولي سير علي. ثيرتي تو يير اول درايفر سينجل. فروم زجازيك. بط ليفن نو ان المانيال. اندي اسيجاريت سموكر. تين سيجاريت سبردي. فور سيفين يارز. يبنا قلتها في صورة باراجراف. بلاش كلمت اي بقى? بيشانت نيم اسكزة. ايج اسكزة. سيكس. بمستفزة جدا. قولها قملة ورا بعضها. قملة على بعض. فيميل بيشانت. سمارة فتح شعبان. فورتي سيكس ير اول. هاوس وايف. مارد توين يارز اجو. واند هاس تو دوتر. زيانجست وان از اففتين نير اول. شي اس فروم فايون. بط ليفن جناو ان العباسي. شي هاس نو سبيشيال هابتس اوف ميديكال امبورتنس. هكذا يكون الكلام. وتتقال جملة على بعضها اسمها بيرسنال هستوري. لو كانت الحالة بتاعتك فيميل. يبقى لازم في نهاية البرسنال هستوري تسأل عن المنستورال هستوري. منستورال هستوري تقول لها اخبار البريود ايه? اخبار الدورة الشارية بتاعتك. تقول لها هاسأل ازاي يعني? تقول لها تسأل عن المنارك. منارك او مناركية? تسألها منتظم او غير منتظم? البليدنج بيقعد كم يوم? طب البريد بيتيجي كل قد ايه? طب في اي مضاعفات? يعني مسلا مسلا يعني تقول لك انا بتيجي كله 28 يوم. طب بيحصل قد ايه بليدنج اربعة ايام? طب الكمية? دي لها الكمية معقولة عادية يعني مش كتير ولا حاجة. اه طيب عنديك اي مضاعفات? فيه ايه باقي ام في حالة ما عنديش اي اي مشكلة. انت تقولها ازاي? وبتقول لها اول صاكل جات لك. بتقول لك انا لانه 13 سنة. فانت تقول ايه با? منارك؟ هكذا يكون الكلام. هكذا يكون الهيستوري. يا اولاد لو حصل لها امينورية تقول حصل لها امينورية يعني مفيش برد تيجي خلاص اه تقول لو بقت منوبوس تقول انها بقت منوبوس بقالها سنتين تلاتة اربعة لابد ان انت تنص عليها نصا تقول يا دكتور هو احنا بتوع نساها مش انت بتاع بطنة ولا احنا داخلين غلط لا مش داخلين غلط ولا حاجة ما البطنة لما الحاجات دي كلها بصراحة يعني انا اقول لكم حاجة هو هو اللي بينظم المنستر والسايكل ان في ميل مش هورمونس والهورمونس دي ما اللي بتيوتري واحنا بتوع البيتيوتري ايه رايك بقى ايوة احنا بتوع الغدد احنا اصلا بتوع الاندوكراين فبالتالي لازم تسأل عليها دي حاجة الحاجة التانية انا بتاع امراض دم بصراحة بصراحة يعني لما تجيني بنت كده والوحدة سنته عندها انيميا انيميا مقصة حديد بصراحة يعني التفكير الاول اللي عندها منه راجئ دورة بتجيلها كيف تقول لي ده انا الدورة بتقعد معايا اربعتاشر يوم اولها يا مهر اسود اقول لي اه وتجي لك الهاموق لهم بتاعها سبعة ولا ستة انت تماما تقعد تديها في حديد طب ما هيجي لها البيريد تفطي التانية العلاج وعلاج السبب نروح نشوف ايه اللي بيخليك تنزيفي ونعالجه فهميني ولا لا يعني ممكن تجيني عندها اناميا بلاش اناك بتاع امراض دم تجي لي واحدة عندها لغبطة في البيليتلتز كعدد او وظيفة او في البيليتلتز وعن ما هيجي لها بيريود عنيفة جدا على فكرة دكتور النسا معرفش العلاج انا اللي عالجها انا اللي اديها لك البيليتلتز اللي في دفكتر انا اللي اديها صفايح دموية لو عندها خلل في البيليتلتز وها كزا يا ولاد انا قصدي كل حاجاتي هتتقال في وقتها بس اللي بعايز اقوله ايه بقى جود منسز ان في ميل يبقى فيه جود في ميل كلما كانت البيليتلتز عند اي واحدة ست كلما كانت منتظمة وما فيش فيها بليدنج وكل حاجة في المعقول كلما كانت حد نورمل لقيتها هي البداية اصلا بتبدأ والله العظيم ما اقول لكم حاجة انا في عياتي بعد الاسم والسن والعلمان لو ايه احدة ست اقول لها اخبار البيليتلت زي الفل فيه نزيف لما فيه قدني حلو قال على فكرة بقول خلاص اللي عندها حاجة بسيطة لما تقول لها ده ده مجنناني مجنناني البيليتلت يبقى عنديها الجنناني فهميني ولا يبقى دايما نخدها كمدخل ليه الفميل طبعا اه ما ينفعش ابدا 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 في اي جامعة من الجامعات وفي اي مكان في العالم يبقى عندي في ميل وقال ايه اصلا نسيت اسألها عن المنستر والهيستوري ما يصحش وما ينفعش ده بالنسبة ليه الجزء بتاع البرسنال والمنستر والهيستوري شكوى المريض ده ما نكتبها سي شرطة ما يلاقوه يعني كومبيلينج اوف بيشتكي من كومبيلينج اوف شكوى المريض يا ولاد لابد ان تكون بلغة المريض بيشنت اون وورز يعني ايه بلغة المريض ولازم تبقى از شورط از بوسبول وتحط معا ديوريشن اف كزا ديوريشن افهمني اول حاجة يعني ايه يعني بكلمات المريض ما ينفعش احط فيها اي مصطلحات طبية بصوا امثالة كتير قوي بالذات الناس اللي مبتدئين لسه في ناس لسه بتبدأ يعني ايه بطنة يا ولاد بصوا ده كتر فيه حد يجي يقولك انا عندي كرشة نفس او عندي نهجان اللي هي طبية اسمها ديسنيا يقابلها كلمة مش طبية اسمها ديفيكالت بريتنج او شورتنس او بريف جالك عيني يقولك ايه انا عندي كرشة نفس ما ينفعش اقوله اسمها غلط ولكن هو مين اللي بتكلم المريض يبقى لابد الكلام يبقى بلغة مين لغة المريض ديسنيا دي كلمة طبية نفس الكلام يجي لك يعني يقولك ايه انا بحس بدربات قلبي انا بعش عربة ضربات قلبي انا حاس بدربات قلبي قوية جدا دي كلمة طبية لكن انا بحس بدربات قلبي اوارنس او هارتبيت انا رجعت دم طبيا بلغة المريض انا بكوح دم طبيا لكن بلغة المريض وهكذا رجلي والرامد طبيا اديمة بلغة المريض ايه اخد بالك طالما هو مين اللي بتكلم انا بقول هنا ايه الاولاد هنا هي از او از كومباليننج قف يعني مين اللي بتكلم المريض يبقى لابد ان تكون بلغة المريض لابد انها تكون بلغة المريض بلغة المريض ما ينفي palsし اقول هيز كومباليننج قوف ديسنيا الا ازا كان المريض دكتور بقى ما هو خلاص دكتور بيكلم دكتور لكن هنا باوصف مريض لابد ان تكون احازما مع المريض بتاعك خاصة مع الستاء هايه اللي جاي بك المستشفى النهاردة ايه اللي جايبك عندي لعيادة النهاردة ايه اكتر حاجة تعباكي وتاخد وان كومبيلين الزناف وتاخد حاجة واحدة بس طب افرض عنده مالتي كومبيلين ناقل حاجة المهمة وعلى فكرة هتقابلك كوارث ياما ستات يجلنا في العيادات وفي المستشفات وفي الطوارئ وفي كل حت ايه شاكويتك انا كل جسمي بيوجعني امش حاجة اسمها كده مفيش كلمة اصلا اسمها كده لا اصلا انا جسمي كله مكسر يعني ايه جسمي كله مكسر ايه اللي جايبك النهاردة سيمتوني ولا لأ طب احكيلي يعني ايه اول حاجة حصلت لك طب ايه اللي جارة طب يعني ايه طب انتي تعبانة جسمك مكسر ايه بقى اللي خلاكي تجيلي النهاردة وعلى فكرة هتجيلك الستة الرغاية عارفين الستة المصيرة الرغاية طب بس احكيلي ايه شاكو بتاعتك تقول لك بس يا دكتور انا بصراحة شعري بسقط وعندي سوضاع مستمر وعيني بزغللة ومعنى اخيري ساعات مكتومة وصاعات يجيلي رشح وساعات وداني فيها سفارة يا دكتور ومعرفش امضغ الاكل كويس وساعات يا دكتور بحصل لي واجع هنا والاكل يا دكتور بيوقف هنا وساعات بحس بحمودة وفم المعدة يا دكتور عطل تقعبني وعندي انتفاخات في القولون حتى بتقول لك عندي القولون وساعات عندي اسهال وساعات عندي امساك وعندي حريان في البول وروكابي يا دكتور وروكابي بعدين ماشي ازاي بقى ماشي زاي عاطت ماشي يا ساستباتك تايمني ولا يعني جاي ازاي والله مبهز والله طب بصوا اذكروني دائما ما تجيلك الست دي كل حاجة من دول عندها طب انت تعمل ليه بجيب الكمبيلين سطر واحد الكمبيلين سطر واحد اعمل ايه في كل الكلام ده قولها ايه اللي جايبك المستشفى النهاردة تعدوهم تاني من الاول قولها يا ستي ناقي حاجة واحد تقول لك لأ كل دول تعبيني ناقي انت يا دكتور اللي بتتفرج عليك ناقي انت حضرتك انت كدكتور ناقي الحاجة الكبيرة ركبك خلاص انا اخد الركب تايميني ولا لا واقول جاينت بين اوبكازا ديوريشن وخلصنا تقول لي طب يا دكتور وباقي الحاجات اللي اشتكت منها انت مش مهتم لي مش انت دكتور بتوصينا على المرضى واهتموا بالمقال يعيش يا دكتور انا معاك انا معاك والله انا مش معطرد اهتموا كل حاجة بس الكل مقام المقال الكمبيلين هنا هو سطر واحد فبنقي حاجة واحدة عندي بعد كده ده احنا هنقول الحاجات اللي عنده والحاجات اللي مش عنده كمان هنقول الحاجات اللي اشتكت منها ونعمل لها اناليسيس وهنسأل على الحاجات اللي ما اشتكتش منها ونعمل لها اكسكلوشن ايه رأيكو بقى بس ده فين؟ في الكمبيلين هنقول لك كمان شوية as long as possible وللرغيين هينبسطو لكن لما اتكلم على مستوى كمبيلين يبقى وان كمبيلين is enough as short as possible وحطيلي معاك ديوريشن خدتوا بالكم من كلمة اف كازا ديوريشن دي؟ هاخلي لغتنا كده اف كازا ديوريشن انصحكم يا ولد بلاش تقولوا كلمة since وكلمة ago في الكمبيلين اصل since لازم احط بعدها تاريخ since مثلا ابريل عشرين واحد وعشرين مثلا يعني since مش عارف since مثلا مي مثلا 2020 مثلا يعني لازم تقول تاريخ انا مش بقول انا بقول ما ينفعش اقول since to weeks ago ايه بلاش كلمة since ago لازم يكون قبلها في الباستور مش بتكلم في الباستور انا بتكلم في حاجة حصلة دلوقتي في present history عشان كده عايزين نتفق اف كازا ديوريشن انا هقول كلمات بسيطات بعد الرغيل كثير كومبيلين سي شرطة ما يلا او هي از او شي از كومبيلينج اوف ده اختصار هنقي بلغة المريض بلغة المريض بلاش مصطلحات تبديه وان كومبيلين is enough وحط معادي يوريشن اف كازا ديوريشن يبقى انت اقفلت كومبيلين زي الفل ومحدش يقدر يوقعك نيجي الاهم حاجة بصوا صلب الهيستوري كله هو كلمة اسمها history of present illness لدرجة ايه يا ولاد ان بعض الدكاتراتيج مسلا تمتحن عليه او تقدم له شيت في الراوند ولا حاجة يقولك لا 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 قولي بس ال present history ادخلي في ال present history على اساس ايه يا ولاد ان اللي قبلها كلام سهل يعني مسلا بصراحة يعني بصراحة بصراحة ال person history محدش يغلط فيها الا اذا كان متعمد يعني هتغلط في ايه في اسمه وصنه وعنوان وايه الهبل ده يعني افهمني او لا؟ من history history انت بتملى فراغات اه شاك والمريض زي ما هيقولك بحط معه الفن كله الفن كله الفن كله بيكون في history of present illness وانا انصحكم بحاجة يا ولاد انت لأول مرة تسمع history ولا اخر مرة بتسمع history انت كل ما تدخل ال round في ده كترة اصلا كل مرة يبدأ قولكم من اول history كل مرة history وكل واحد يقعد يقول ايه الخواطر بتاعته الشخصية الخاصة بال history انا مش بعمل كده اه ام professional ده شغل ايه مش مش بطنطط على حد والله يولاد بس احنا منظمين انا عايزك تبقى دماغك مترتبة انا دوري ان انا ارتبلك دماغك طب لما اقول لكم حاجة والله العظيم والله العظيم انا انا بشغلي programed اللي انا بشغولكم ده مش بفكر فيه اصلا انا بفكر هي خلاص هو بردمج نازل وانا بعمل نفسي تبقى كده نفسي وانت بتعمل history خلاص personal history انا عارف انا بعمل ايه هوبا 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 شكوى المريض كذا كذا وكذا duration نفسي في ال present history اطبق اللي انا بقولك عليه بص يا دكتور من حق كل واحد منكم ان هو يحدد مصيره انا بقولك اختار ما بين حاجة من اللي فيه تبقى حد ومنظم او حد عشوائي تحبه النظام ولا العشوائية انا عارف ان فيه ناس عاديره ده بقوله العشوائية خليه عشوائي لكن اللي يحبه يبقى منظم يسمع كلامي تقول لي يبقى منظم ازاي بص يا دكتور عشان تعمل history present analysis اعمل analysis of the complete analysis of analysis of symptoms of the related system اسأل سريعا عن other systems and treatment diabetes وهايبرتنشان يابطع ان نوضح الحتة دي ونقف فيها الوقفة براحتنا بقى اول حاجة تمسك شاك والمريض شاك والمريض بتعمل لها analysis ازاي يعلمك كمان شوية الاناليس بتاع كل حاجة تمسك شاك والمريض دي شاك والمريض دي يا ولاد هي اللي بتحطوكو على السيستم المصاب انا قلبي بيوجعني وهنا خلاص دي حالة قلب واحد يقول لك انا كحية دم دي حالة غالبا الجست لأ دا انا عندي شلل في الناحية اليمين دا حالة الانيروج لا دا باطني بتوجعلي حالة قبل الانفهميني ولا لأ يعني كل شكوى الشكوى المريض بتحطك على الطريق يعني متحطيني على الطريق يعني تقولك مين هو السيستم اللي فيه مشكلة طيب وقعدين من شكوى المريض بعرف السيستم المصاب اروح سائل على counterparts of related systems Symptoms of related system intuitive تقول لي يعني ايه يعني ايه Symptoms of related system ال cariologyي اليه مجموعة Symptoms والechestyles والinchest ليه مجموعة Symptoms وال apdomem وهو mururgii وهكي يومculários والhyİmatology والنivephrologii وهو الدماغ ودول�� systems اللي ي mouths في البطنة يبقى لل suystems اللي في البطنة كارديولوجي شاست او ريسبايراتري زاسين نيرولوجي ابدومن ابدومن داخل فيها حاجات بقى اللي جوه الليفر ومالكلم ده ها بعدكين عندي الروماتولوجي الامراض المناعية والبتاع والحاجات العظم والجوينتس والكلام ده وعندي اندوكراينال سيستم وعندي هيماتولوجيك الامراض الدم وعندي ها النفرولوجي يعني دي السيستمس اللي معانا كل سيستم من دول تحت منه مجموعات سيمتوماتولوجي وبصراحة بقى بصراحة انا هقولها وخلاص ورزق على الله معظم الجامعات ماشي غلط ايوا المفروض 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 اول محضرة تاخدها في كل سيستم تبقى عارف مين هي السيمتومس اللي عام بيشتك منها يعني لازم كده محضرة تعرفية في الكارديولوجي سيمتومس اوف كارديولوجي عددهم عشرة اعود اقولهم لك واشرحهم لك وفاهمهم لك كويس قوي عارف لو عرفتهم كويس قوي وعرفت مدلولهم واعناهم ايه هتمشي في البرانش ده زي الفل اخسن بالله ها لكن احنا مع كل الاسف والقلم يا ولاد في كثير من الجامعات ايه اللي يحصل على فكرة مش بتكلم على جامعة وانا عشان محدش يزعب بتكلم جنرالي جنرالي سبيكينج الا من رحم ربي يعني تيجي على الجامعة دي اللي انا قصدها يعني تلاقي داخل ايه جايب لك درس كده وزعبالات يروح داخلك هنرده نشرح لكم الاورتكستينوزاس طب هو الطالب اصلا الطالب اصلا عارف يعني ايه سمدوز زي برضو الزبط يا ولاد ايه برضو حاجة تستفزيني انا شخصيا يعني يبقى اول يوم في السنة واول يوم في الراوند يوم مدخلين عياني يلا ولاد فحصوا معي طب هو عارف هنرده ايه هو انت اعلمت ايه ايه ولا ايه امي عاطف خدلي هستوري من المعين ده انت يا ابن ام خدلي ايه طب هو هو حد اعلم عاطف الهستوري ايه تلمتوني ولا لا ياولاد ده لا انا باعمله دلوقتي ايه انا انا عايزة امشي صح نفس الدنيا انا شايل هم واخصم بالله لاشايل هم ايا رأيكم نفس الدنيا تمشي صح نفس التعليم عندنا يبقى صح ما نعودش نلف حولين بعض ما نعودش انعند في بعض نريح الناس كلها. هو الطالب يعني يغاوي ان هو يروح يسمع فلان ولا ياخد كرسى عنده فلان ولا يعمل عنده فلان. ما عندش غاوي اصلا. ما هو نفسه في منظومة صح يمشي بيها. ده اللي بحاول ان انا اصلحه هو هم. نفسي ناس كلها نفسي الدكاترة كلهم او مش الدكاترة من اللي بشرحه. اللي حطت السيستم بتاع المادة. يبقى فاهم. يقول انا لما كنت طالب ايه اللي كان بيدايقني? ان ما فيش نظام. انت ما تحط نظام. انت كان بيدايق ان ما كانش فيه نظام. وانت بتيجي تعمل لغبطة في اصلا في النظام اللي مش موجود. هديني لغبطة. هي لغبطة السنين. ارجع ارجع لموضوعي. اختار ما بين حاجتين. تبقى حد منزق مع حد عشوائي. اخترنا النظام. نعمل ايه? تعال في الهيستوريو بريزن تيلنس. شوف شكوى المريض طبع ايه? شكوى المريض طبعت حاجة معينة. تمسك الحاجة المعينة دي السيستم ده. تروح سائل على السمتمس بتاعته كلها. تقول لي ماشي يا دكتور احنا موافقين. هنمسك السيستم المصاب ده. ونسأل على السمتمس بتاعته كلها. هتلاقي في حاجات بوزتب. وهتلاقي في حاجات نيجاتف. حاجات موجودة وحاجات مش موجودة. الحاجات الموجودة تعمل لها اناليسيز. ازاي هعرفك كمان شوائي. الحاجات المش موجودة تنفيه. تقول لي نو كزا نو كزا نو كزا نو كزا. تقول لي معلش سؤاله. هو انا اعرف ازاي السمتمس بتاعت الحاجة دي. يا دكتوري العظيم. ما هو اول محاضرة هدهي لك في كل سيستم. لازم اعرفك السمتمس بتاعت السيستم ده. اول محاضرة في الكارديولوجي. اعرفك سمتمس او كارديولوجي. اول محاضرة في السمتمس. وهكزا. يبقى في كل حاجة لابد ان انا اعرفك مجموعة السمتمس بتاعته هي ايه? عشان تبقى مستريح. يارب يكون الفكرة وصلت. الفكرة وصلت. طيب. عملت عناليسيس للكومبلين. الكمبلين ده واحد من السمتمس بتاعت هزا السيستم. اروح سائل على كل السمتمس بتاعت هزا السيستم. الحاجات البوصلب اعمل لها. والحاجات النجا تبقى انفيها. تقول الحاجات النجا تبقى انفيها اه. ايوة. الحاجات النجا تبقى اللي كزا شيط البطن المحترم كله نونوة. كل ما تقول نو اكتر كل ما تكون شاطر اكتر. وساعات كلمة نو كزا اهم من كلمة يس كزا. يا ولد سيمبي لي ممكن معلومة معظمنا عارفها. لو انا النهاردة بقدم لكم حالة كارديولوجيا وجيت قلت لكم ايه? نو لور لمب اديمة. عارف دي معناه ايه? نو لور لمب اديمة. دي معناه ايه يا ولد? نو هارت فيلير. نو رايت سايد هارت فيلير. يبقى كلمة نو مفيدة او لا? مفيدة. عارف لما اجعل مريض قلبه وقولك نو تشيست بين. نو تشيست بين. ما عندهش انجاينة. ما عندهش زبحة صدرية ولا ما هي كارد الانفارف. يبقى كلمة نو. مهمة ما تبقاش بخيل في كلمة نو. تقول لي يبقى بخيل ازاي? على فكرة كتير من الطلبة. الحاجات البوست بيعمل لها انا الاساس والحاجات النجاة ما يجيبش سرتي. فاجأ اسأله يا حبيبي انت ليه ما قلتش نو كذا ونو كذا ونو كذا ونو كذا. يقول لي اصل المريض ما قال ليش. الاجابة النموذجية للطلب المصر. اصل المريض ما قال ليش. هو المريض يعرف منين ان هيحصل له كذا وكذا وكذا. انت اللي عارف. هو ما يعرفش. او طالب تاني يقول لي ايه? اصلنا ما لقيتهاش يا دكتور فما رضيتش اكتبها لي يا حبيبي. حتى لو ما لقيتهاش اكتبها. اشعرت انك سألت عليه ولا ما سألتش. شيط البطنة كله نو نو. يعني اقول لكم حاجة. مريض الكارديولوجي عنده عشرة سيمتومز. انت لقيت اتنين بوزتف وتمانية نيجاتف. يبقى اللي اتنين البوزتف تعمل لهم اناليسز. ازاي يعلمك كمان شوي. التمانية النيجاتف هتقول لي نو تمن مرات. هتقول لي كلمة نو تمن مرات. تمن مرات. نو كذا نو كذا نو كذا نو كذا نو كذا. لازم تعط نو نو. سريعا. بسرعة عندك مشاكل في جسمك تاني. طيب عملت بحوصات ايه وخدت علاج ايه? يعني فرضا انا عين بتاعي مريض كارديولوجي. وهو بيشتكي من ديسني امسك كلمة ديسني وعمل لها اناليسز. طب بتشتكي من ايه تاني رجلي ورامت امسك الايديما وعمل لها اناليسز. بقى دول كام حاجتين? بقيت تمن حاجات سألت عليهم مش موجود. يبقى هقول تمن مرات. تمن مرات نو 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 نو. عندك مشاكل في صدرك في عصابك في بطء ما فيش. عملت بحوصات ايه وخدت علاج ايه? وطروح كتبها جملة كذا 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 كذا. هقف وقفة مع كلمة كتير من الطلبة يمسك كلمة ويفتح فيها زادة عن اللزوم. اه. يقعد يلف حول ليه العين? العين يقول له قصنا المرض بتاعي من خمستاشر سنة. اول ما جال المرض اتحاجست في القصر العيني. وعملولي فحوصات. يقول له عمل لك ايه? يقول لك عمل لي سورة دم. وتحليل بول وتحليل براز ووظيف كبت ووظيف كلا ورسم قلب ومواجهة صوتية على القلب ايكو? ورسم قلب. اه واشاعة على الصدر. وبعدين يدوني علاج. يدوك علاج ايه? يدوني علاج اسمه اه مدير البولفروزامايل لازكس. اه ودوني مسلا يعني يدوني ايه وبعدين يا عمو يقول لك خرجت من المستشفى وبقيت كويس. بعد شهرين اتحاجست في عين شمس. اعملولك فحوصات يعيد لك الفحوصات تاني هي هي. واخدت علاج يقول لك العلاج اللي هو اخده. وبعدين خرجت بقيت كويس. بعد اه ست شهور عرفت ان فيه دكتور جاي من برة وكان خبرة جاندة جانا روحت له. راح رامي العلاج ده كله وطلبي فحوصات تاني وعملت عملت 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 بقى اسطار على القلب ساعتها ودخلت جوه وشخص انا عندي مشكلة في الشرايين وبدأ يغير العلاج كله وقدك ايه اداني بقى حاجة تحت اللسان دي نيترا وقداني حاجة اسمها نيترو ماك واخد بالك يا دكتور وقداني اسبرين اطفال. وبعد سنتين تعبت جدا ودخلت الاصل لعيني تاني. وعملولك ايه عملولي كذا كذا طبعا الطالب بيعمل الطالب مسكين. يروح عامل الكس supervisory in which investigated by cbc uran and stool analysis lever function renal function ecg chest x ray epicardiography and doubleer then treated by digitalis. diuretics and ac inhibitors then discharged from hospital. after two months. here he admitted again. in عين شمس you new gloriety hospital which investigated by kaza 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 and they treated by kaza kaza. زين دستشارج زين صوت انادر ميديكال ادفايز انفسجيت باي كارديا كاثتريزايشن ليه اسطاره عالقلب تريتت باي بيبي اسبرين نيترو ماك ان داينايترا سبلينجوال نيترو جليسرين زين آآ امبروفد افتر سيكس مانس هي ادميت اجين ان الكاسل عين يونيفوريستي حد فهم حاجة? زين ادميتد ان الزهراء الدولي مسلا عملو شخصه بص يا ده كاترة العياني بيقعد لف بيك وبصراحة انت تستاهل ما انت اللي دته فرصة? تقول لي يعني ما سيبهوش يتكلم يا عم سيبهو يتكلم بس اناك الكلمات المهمة بصوا هو اتحجز في القصة العيني مرتين وفي عين شمس مر واتحجز مسلا في المستشفى الحسين مر وفي الزهراء مرة وفي 6 اكتوبر مرة هو على مدار الخمس ره سانة لفه عن المستشفى دي كله والتأمين بتاعه مش عارف كيفين اتحجز فيه مرة هل انا هاعود اكتب اللي حصل كل مرة ده انا ابقى اعاني من فراغ شديد في الوضع بيقعد لك حاجة لو انت عندك الفراغ ده بيقعد اعمل بص يا دكتور لعب لك مطش يعني العب شوية اكس بوكس العب جيم مش عبتعابه ايه العب الغريب اللي تعملوه على الموبايل دي اعمل حاجة اتفيدك احسن والله العظيم بيقعد تقول لي ما لعمل ايه يا دكتور اعمل ايه يا دكتور لخص الكلام يا دكتور لخص قول لي بيشينت اه اه ادميتد ان سيفرال هوسبتال انفستيجيتد باي سيفرال انفستيجيشنز بارتيكولاري ايكو كارديوغرافي اند كاستر الحاجات الكبيرة اند تريتد باي كزا 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 ناقل الحاجات المهمة تقول لي يا سلام وكلام المريض اللي قاله ده كله ما انت بتقول لي صفحة كاملة انفستيجيشنز عاماتub واحنا الهيستوري كله عايزون يبقى ورقة انت صفحة كاملة صفحة كاملة عامل لي فيها انفستيجيشنز عاماتub اقول لك يا ابني انت كتب انفستيجيشنز و تريتم blush كده ازاي الاجابة الانفستيجي شنز و تريتم كان رائز كده내 مثل الا elemon째 والن الثميقاتub ما هو اللي قال لي يا دكتور ما هو اللي قال لي économيت ا Plaid كلام المريض. نحن لا نترجم كلام المريض. نحن نفلتر كلام المريض. في فرق ما بين كلمة ترجمة وكلمة فلترة. اللي فاكر منكم انه بيعمل ان هو العين يقعد يمليه ويقول له هو ايه؟ 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 ايه غلطان. انا بسمع منه عشان عيب لما اقول له ما تتكلمش ده حد كبير. عيب لما اقول له اخراسي قلقها اجبيتها. سبهم يرغوا ويتكلموا. بس نقل انت الكلمات الايه؟ المهمات. نقل الكلمة المهمة. نقل حاجة ذات القيمة وتبدأت والهالي. يارب يكون الكلام مواضح حتى دي مهمة. السكر والضغط والضغط والسكر. اهميتهم ايه في البطنة? اهمية كبرى. اصلا انا كدكتور بطنة شغال ضغط وسكر وسكر وضغط. لو عندي عشر كشفات تسعة منهم ضغط على سكر. فاهميني ولا? يعني الاساس بتاعنا هو كده. وبعدين هو السؤال. هما ارميهم للباست هستوري? يبقى عيد. هو والضيابيس ده امراض بيخف? هو الهائبر تانشن مرض بيخف? يعني الهائبر تانشن هو امراض الوك دولابل؟ ولا كيورابل? كنترولابل? خلاص، مامشو بيخفوه ونخسفه يجبوا مع البرزنت. الحجهات اللي خفيت رميه مع الباست. لكن الاشيات اللي ما أخفيتش دي مقى التعامة لها احسن. يعني الضيابيس والهايبهات هم جزء من البرزنت حسن السؤال؟ اختم بيهيهم البرزنت nóise بيه بيهوان على حسب؟ تقول لي على حسب ايه? لو كان الديابيتس او الهايبرتنشن هي اسباب مباشرة للمرض. ابدأ بيهم. لو ما كانش لهم علاقة بالمرض اختن بيهم البيتسن. في حالة مشهورة جدا في الطب اسمها هايبرتنشن دخله في حالة الكارديولوجي? هايبرتنشن عمله هارتفيلير. لكثرة في هذه الحالة ابدأ الاحداث بتاعتي بهايبرتنشن. في حالة مشهورة جدا في الاعصاب. في النيورولوجي اسمها ضيابيتك بريفلنيروبيس. ضيابيتك بريفلنيروبيس ايه? ابدأ الاحداث? بكلمة ضيابيتس? لازم. ما ينفعش علم الضيابيتس. انت لو سبت الضيابيتس سورة مصيبة سودة. بعدين في حاجة يا ولاد. لما يبقى عندك مرض مزمن. اعمل له حتة كده. يعني مسلا ايه? الضيابيتس والهايبرتنشن بالذات. تقول لي بدأوا من امتى? اعراضهم كانت ايه? عمل فحوصات ايه? خد علاج ايه? حصل له مضاعفات ايه? عندك ضغط اه من امتى? من عشر سين. عرفت زي ان انت عندك ضغط. لقيت نفسي عندي صداع وزغلالة في العين ومش عارف ايه? طب عملت ايه? روحت للدكتور وعمل ايه صورة دم ووظيف كلا. خدت علاج اخدت حاجة اسمها كونكوردا بيتا بلوكر. طب اتحسنت الحمد لله. وهكذا. طيب. في الهيستوري نعمل الاناليسي للكمبيلين ونسأل على السيمتوم السيستم اللي هو اصلا الكمبيلين واحد منهم تسأل عليهم الحاجة البوستف تعمل لها الاناليسي والحاجة النيجاتف تنفيها اسأل سريعا عن الاضر سيستم. سريعا. فيها جملة نو سيمتومس اضر سيستم سافكشن. بعد كده اسأل عن الفحوصات انفستيجيشن اندو تريتمنت واختصر انفستيجيشن اندو تريتمنت واختصر انفستيجيت باي كذا اندو تريتو باي كذا واسأل عن الضغط والسكر والسكر والضغط قفلت بريزنت هستوري اوصيك ثلاث وصائم. وانت بتعمل هستوري و بريزنت إلنس. حط ميديكال تيرمس. اتكلم طب. اصلا انت دكتور وبتعرض الحالة على دكاترة. انا دكتور وبقدم لكم الحالة فلما اقول دي سنية. لما اقول بلبيتيشن. هقوله موبسز واقوله ماتيمسز واقوله ميبليش. هقول لانا عايزه. دكتور بيكلم دكاترة. دكتور بيكلم دكاترة. خلاص. ماشي يا ولد? دي حاجة. الحاجة التانية الوصية التانية. ده احنا بنقول الحاجات اللي موجودة وبننفي الحاجات اللي مش موجودة. ده احنا هنقول الحاجات وهننفي هنقول نو 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 كمان. هتقول البوصيف وا هتقول كمان.ها عشان كده خد بالك. تقول البوصيف والنيجاتف. قول كل حاجة. ما تقولش انا عملت بسرعة. مش حاجة اسمها جدا. مرح لرح. طيب الوصية التالتة يا اولاد. ان كورونولوجيكال مانر. حط الاحداث كورونولوجيكالي. ترتيب زمني. حصلك ايه الاول ثم ايه التاني ثم ايه التالي. ترتب الاحداث. من الاقدم للاحدث. يعني مش لازم ابدأ بالكمبيلين. ابدأ باول حاجة حصيطفل. اه وتاني حاجة. تاريت حاجة لقيت لما توصل الوضع اللي احنا فيه. وعلى فكرة ترتيب الاحداث ده حلو قبل. كننك بتفرج كده على مسلسل. انا لما حاب اتفرج على حاجة حاب اشوف ازاي? من الحلقة الاولة غاية الحلقة التلاتين. انا بقى اشوف تلاتين. ثم تسعة وعشرين. ثم اتنين وعشرين. ثم خمستاشر. بعد انا ارجع اشوف تانية تسعتاشر. ايه لها بلده? ده انا مجنون. لو حد عمل كده يبقى مجنون. كذلك الهيسوري بتاعك. انت عايز تبقى عائل ولا مجنون? ها? يبرتب الاحداث الكورونولوجيكالي. وتمسك الليلة مع العيان. ما تسيبوهش هو اللي يقعد يفالفط منك. يعني بص اولاد. سيمبلي لغاية لما ناخدها. لو جالي مريض قلب. اول شكوى لي ديسنية. بعدها جاله سنكوب اغماءة. يعني اول شكوى ديسنية. كرشة نفس. بعدها بسنين جاله اغماءة. ده مريض ميترالستينوزيس. لغاية لما نعرف. عارف لو حد جاله سنكوب بيغمى عليه ثم جاله ديسنية. ده مريض اورتكستينوزيس. شوف بقى لما انا بحط حاجة ما كان حاجة انا بقى اللي بالدنيا اصلا. علشان كده. علشان كده. رتب الاحداث ترتيب زمني. على قد ما تقدر. طبعا ممكن يبقى العين بتاعك مقرف ومش فاهم حاجة ويلغباط لك الدنيا. بس انا بقولك على قد ما تقدر رتب الاحداث ترتيبا زمنيا تبقى حد شاطر جدا. ايه الفرق ما بين الكارديولوجي والتشست والابدومي والنيوروجي والاندوكرانوري والبرانشات دي كلها. او كلمة واحدة. كلمة واحدة. هي اللي بتفرق الكارديولوجي ليه سمتمس. اللي تشست ليه سمتمس. الابدومي اللي ليها سمتمس. كل حاجة ليها سمتمس. سمتمس مستقلة. فانت بتسأل عليها وتخلص. طيب. عايز اقول حاجة كمان. ازاي تعمل الاناليسس للكمبلين واناليسس لاي بوسط في سمتم. بوسط يا ولاد عايزين نحط قاعدة. اي سمتم في الطب بعمل لها اناليسس في تمن نقاط. تقول له مرض ده او السمتم دي. جاءت لك مرة واحدة بتدريج. طب بتزيد ولا بتقل له ولا سبتة? هذا يعني بعد ما جات. ده الانست. جاءت لك مرة واحدة. مرة واحدة اكيوت. بالتدريج ج علي طب بعد ما جات بتزيد ولا بتقل له ولا سببتة? بتزيد يعني بتقلم يعني سبتة يعني قل لها قدم? معها اي تاني. ما كريز ايه اللي بيزودها هوات بكريز ايه اللي بيقللها? خدت لها علاج? طب اخر مرة جات لك امتى? اكزامبل? يلا اسألوني انا بقول لكم اول حاجة حصلت لي كرشة نفسي. دي سنة. هم? شاطر بيسألني قل لي جات لك مرة واحدة ولا بالتدريج? جات لي بالتدريج. طيب بتزيد ولا بتقل له ولا سبتة يا دكتور? بتزيد مع الوقت. بقى لقى دي بقى لها خمس سنين معي. طب معاها حاجة تانية? والله احيانا يا اولاد معها كحة. طب ايه اللي بيزودها? المجهود. ايه اللي بيقللها? الراحة. خدت لها علاج خدت لها ده وكده عليه الحصان. لما يقولك العلب اللي على الحصان يبقى ديجي تالس. طيب اخر مرة جات لك امتى الشهر اللي فات? بقى لها شهر. فانت تصغي الكلام بعد يا اولاد ما جات لي كرشة نفس بسنتين حسيت برفرفة. اسألوني يلا جات لي من روحت ولا بتدريج? جات لي من روحت. بتزيد ولا بتقل لها سبتة? بتقل. ايه بقى لها قد ايه? بقى لها ترى سنة? معها حاجة تانية ساعة يبقى معها عرق. ايه اللي يزودها الانفعال? ايه اللي يقللها النوم? خدت لها علاج اخدت لها ده واسمه اندرالبيتابلوكر. تحسنت الحمد لله. اخر مرة جات لك امتى من شهرين? after two years he suffered from palpitation of acute onset and regressive course. sometimes associated with sweating. increase the by emotional stress. decrease the by sleep. sleep. treated by beta blocker. and the condition is controlled last attack two months ago. عايزين عايزين تبقى ايه? تبقى البطنة اسلوب حياة. احنا بتوع البطنة احنا بتوع الاناليسيز. دكتور البطنة ده? دكتور اناليسيز. كل حاجة كبيرة وصغيرة يعمل لها اناليسيز. فينا وليات ساعات يعملوا كوميكس كده على الدكاتة بتوع البطنة. يقول لك ايه? يقول لك مرة دكتور بطنة جاي عريس لبنته. وقال له يا عمي انا بحب بنتك وعايز اخطوها. قال له بتحبها من امتى? احبيتها مرة واحدة ولا بالتدريج. والحب ده بيزيد ولا بيقل ولا ثابت. طب معا حاجة تانية شفتها في ايه حتة? طب ايه اللي هيزوده? ايه اللي يقلله? فمن ولا? ده بيت تريقوا علينا. ايه واحنا بتوع الاناليسيز. فانت لازم تعيش البطنة يا دكتور. قول لك حاجة. انت ماشي كده. اقف لقيت واحد زميل لك قبلك. واحد زميل لك انا زعلان منك. قوله زعلان من امتى? ده جالك مرة واحدة ولا بالتدريج. طب بيزيد ولا بيقل ولا زميل. طب في حاجة تانية. انت مسلا النهاردة انت كدكتورة بنتي يعني روحتي البيت متاخرة جدا. موبايل بتاعيك فصل شحنك العادة. واعمل ان تصلوا عليكي مش مجمع ومحدش عاركي وصارك مهم يعني. روحتي متاخرة. فهو انت بفتاح بي بالشقة. ليتي بابا وماما واخوتك واقفلك بقى وتاخدي العلقة تمام. ها? واخد بالك. انت اتاخرتي موبايليك. انت زعلين كده من امتى? وده جال لكم مرة واحدة ولا بالتدريج. طب بيزيد ولا بيقل له ولا سابق. طب معاقي تاني. بصوا اتحكوا ومبستوا. بس هي كده. ها هي كده. هي كده. هي البطنة كده. هي البطنة هي علم الاناليسيز. يبقى اي بوزتف سيمتوم لابد ده نعمل لها. اناليسيز. فاكرين عاطف لما راح الراوند اول مرة. فالدكتور قال له يلا يا عاطف روح خد هيستوري. فعاطف راعة جنب العيان. قال له يا عمو يا عمو. ما عاطف لسه ما كانش يعرف حاجة يا ولاد. نغروش نوبة ابروفيشنة دلوقت. عاطف زي ما كانش عارف حاجة. فراعة جنب عمو. يا عمو تتشتكي من ايه? قال له حواجبي بتنقح علي. بس عاطف طبعا كان خد معي المحاضرة دي. بقال له من امتى? والنقح ده جالك مرة واحدة اللي بالتدريج. طب لما جالك بيزيد ولا بيقل له ولا ثابت. طب معي ايه تاني? ايه اللي بيزوده? ايه اللي بيقلله? خدت له علاج اخر مرة امتى. فين تقولي? عايز تبقى البطنة اسلوب حياة. البطنة اسلوب حياة. اي سمتوم تقابلني في البطنة عمل لها اناليسيز. اوعى تقول ديسنيا وتسكت ولا بيين وتسكت ولا بيتيشن ولا اي حاجة وتسكت. طالما في سمتوم لابد ان انا اعمل لها. لو جالك المريض عنده بيين وانا عندنا بقى هيدك مثلا موهيد ايك يعني? اي بيين في المنهج بحلله في 11 مقطة وما تتخضش. التمانية هم هم سبتين. وزود كلمة اسمها سايت. وكلمة اسمها رادياشن وكلمة اسمها الكاركتر. سايت رادياشن كاركتر. يعني اي حد عنده قلم. التمانية السبتين. وثلاثة. المكان فين? بيسمع فين? اوصفه. المكان مسلا هم بيسمع فين مثلا في كتف الشمال. طب الالم ده اوصفه لي عامل زي يقولك توقل مثلا. لا ده كولي كيبين. زي ما يقولك. يبقى اي الم. التمانية السبتين هم هم. ثم سايت ورادياشن وكاركتر. عارف لو في طالب قدامي قاعد وبيفهم وموخ نضيف. يقول لي يا دكتور علام. هتلي عيان دلوقتي حالا. هتلي عيان دلوقتي حالا. ما اخد لك منه هستوري. ايوة. تعرفين انتو ناسلوكو كلمة يا ولاد. كلمة والله العظيم اللي انتو عايزينها. السمتومس بتاعت كل سيستم. لو انا النهاردة علمتك سمتومس اوف كارديولوجي. وجبت لك مريض كارديولوجي. بمنتهى السهولة تعمل له هستوري. هو بيرسنال هستوري دي حد يغلط فيها. شكوى المريض حد يغلط فيها. هو اللعب كله في المنطقة دي. في الحتة دي اصلا. وانت عرفت خلاص كل حاجة. انت فاضلك تبعي عارف مين هي السمتومس. طيب باست هستوري. باست هستوري التاريخ المرضي. تسأله ازا كان في امراض مزمنة. ازا عمل عمليات ازا كان بياخد ادوية لاي حاجة تاني. كورونيك ديزيز اسأل عليها بالهارزي اخي بطايتس تي بي مش عارف اي مرض بقى. اسأل عليه. اسأله ازا عمل عمليات عملتها في مستشفى ايه? والتاريخ بتاعها كان امتى? وخدت بتاعها العملية لاجحة ولا فشلتك? بص اسم المستشفى مهم. عملت مستشفى ايه كلام? ولا مستشفى حلوة? يعني مستشفى اندر كومبيليت اسبت كونديشن ولا اندر كومبيليت سيبت كونديشن. الحاجة التانية الوقت بتاعها. الوقت بتاعها مهم جدا. عارفيني ايه? في حاجة اسمها انكيبيشن بريود اوف ديزيز. مسلا بطايتس سي اه مبقى من ست اسابيع لست شهور. تلت شهور مسلا. انا جالي واحد يقول لي قصنا عامل عملية في القصر العيني من تلت شهور. وجالي النهاردة عينه صفرة. اقول له اه. يبقى انت خدت بطايتس سي فيروس. مسلا يعني. اه لا ده انا ده انا عامل عملية اول امبرح. والنهاردة عيني صفر. تقول له عملت عملية فين ان شاء الله. اقل لي مسلا عملتها في المكان الفلاني. مش عزيزي نقول اسمها بقى. عملتها في المكان وعملت دكتور فلان الفلاني. اقول له الدكتور فلان الفلاني. اقل لي عملية المرارة. اقول له بص بقى. ما هو يما يكون ربط لك الكومان بايل داكت. يما يكون في حصوة رشقة في الكومان بايل داكت. يما حاجة رشقة في الكومان بايل داكت. يما البنج عمل لك هباتو توكسيستي. يقول لي مش فيروس. مش هباطايت. اقول له بطايت اسمين يا ابني. لازم ياخد ده ده فايدة التاريخ بتاع العملية. خدت نقل دم في العملية خايفين طبعا من مشاكل بتاعته. طيب العملية نجحت ولا فشلت? لابد ان انت اه تبقى عرفها العملية انت تحسنت بعدها ولا لا. بتاخد ادوية لاي حاجة بس بص يا ده كترة. هو انا لما اسأل هنا عن الادوية. بسأل عن الادوية اللي ولا اللي شاطر. ليه بقى. اصدها لو كنت قلتها مع الانفستيجيشن. لكن انا بتكلم عن الادوية اللي هي اولاد. اللي هي نوت ريليتد. نوت ريليتد اصلا. يعني مسلا مسلا يعني اه هو عنده مشكلة في القلب وبياخد ادوية التخسيس ملاش علاقة اقول ادوية التخسيس مع البسط. لكن ادوية القلب اقولها مع البرزن. تسأل عن ثلاث حاجات. كونسانجواني تقول له هل هناك قرابة بين الوالد والوالدة الاب والام ابوك ومك ممتق وباباك كانوا قريب. والاك اوه كانوا متجاوزين. تقول له لا غير ان هما متجاوزين. كانت بنت عمه كانت بنت خلته اي حاجة. لازم تسأل ليه بقى. لان زواج الاقارب ممكن يظهر الهريديتري ديزيز. تسألو اذا كان فيه في العيلة. تعرفين ممكن العيلة كلها بقى. تعرفين اصلا الاسرة. يعني بتعيش في نفس الظروف. يولاد اللي بيجيله كوفيد متين هتلاقي اسرتهم كلها ما هو هو Hahaha جاب العدوى مبره وبخ عليهم كلهم. او ها هو اخد العدوى من حد منه. لما يجي لك حد عنده كوفيد مجيزين في عادتك تقول له طب في حد في البيت عنده نفس الاعراض. تلاقي حد في البيت كده. برضو برضو ياولاد. لما يجي لك حد عنده تي بيتها. بتلاقي حد في العيلة مواخد العدوى من اين? او يكونه يجيب العدوى مبره. وده الحد في العيلة. اسأله عن عن في العيلة? الديابيتس والهايبورتاشن. اه الديابيتس والهايبورتاشن ان الديابيتس الاولاد مسلا فيج نيتك فاكتور. يعني بص انت اللي greenhouse دائم بتسمعني. لو بابا عنده ضيابتس يبقى انت بعد سن الاربعين سنة ممكن يجلبك ضيابيتس بنسبة خمسة وعشين في المattى. لو John' companion يبقى انت بنسبة خمسين في المεςة. انا مركز ضيابتس والله. اه طيب ايم وان مش هراسة. طيب اه اللي فيج نيتك فاكتور. طب لو اخوك يبقى انت 75% لو اختك كمان يبقى انت جالك. تفهمني او لا ده اسمو جينيتك فاكتور. طيب لو كان مفيش كونسانجوينيتي ولا سيملر كونديشن ولا كرونيك ديزيز في العيلة. ممكن تقول نو 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 كونسانجوينيتي نو سيملر كونديشن نو كرونيك ديزيز. بعض ده كاترة تقول الريليفانت فاميلي هستوري مفيش فيها اي مشكلة. سوشيو ايكونوميك هستوري لا تسأل وانما تحس. من شغله من لبسه من سكنه. مثلا انت عاد في عادتك الشيك قوي فتح في مكان بقى في وسط البلد رائع وتحفة وعمل عيادة على الاعلى مستوى. ودخل لك حد ستايلش كده ما حصلش. وبدلا مش عارف ايه والمرسيد استحت قدام العيادة. بيقول لك انا مدير الشركات مش عارف ايه واخد بالك. فاخد بالك من حاجتين. لازم اولا تنقيله مرض بن ناس. وسين اخد بالك من روجيتك كويس اول. انقيله مرض بن ناس زي. يوم عسل يجي لك واحد بالفخفخينة دي كله وتقول له ايه? اه اصلا انت حضيرك عندك يقول لك يعني ايه? تقول له يعني سوقتك زي حضرتك. يقول لك بص لنفسك. ما يسيبك ويمشي. لكن ما ستقول له انت عندك هايبر ليبيديمية. يقول لك اه هايبر ليبيديمية صح. فعلا. او انا حاسبك تقول له عندك جوت. يقول لك يعني تقول له يعني نقرس. زي ما ان كانوا يسموه دائل. يقول لك يس هو ده. انا فعلا انا حاسبك. طيه دكتور شاطر جدا. تيجي تكتب له روجيتة استغلا. في دول الدهون يا ولاد ب300 جنيه وفي دول ب40 جنيه. دولة ب300 جنيه. خلي روجيتة اتعدي الالف جنيه. هو غالي وبيحب الغالي. وعلى فكرة والعكس بقى. انت فتح في مكان شيك ان شاء الله وزي الفل يعني. وجالك البواب بتاع العمارة اللي جنبك. يقول لك ساكن انا وامراتي وامي والسبع عيال فوقه ده واحدة. تقول له ايه ده سايبين الشقة كلها وقعدين فوقه ده واحدة. لا يا دكتور هم قوة كل حياتهم فوقه ده واحدة. ناس غلابة يعني. دول بقى عندهم مال نيوتريشن دول عندهم نومونيا دول عندهم تي بي دول عندهم كل امراض الفقر عندهم. فاهميني او لا? ده اصلا خد بالك يا دكتور. لما تيكتب له روجيتة لو عندك ادوية مجانية تديله. لو ينفع اصلا تبعد تجيب له الدواء هتهوله. لو هتمشي على دواء مزمن اكتب له حاجة رخيصة عشان تضمن ان هو ماشي عليها. اللي عايز اقول له يا ولاد دايما ده من المرضى اللي بيجوا في المستشفات الجامعية بيكونوا بس بلاش تقولها قدام العينة. هو معظم فاهمة بلاش تقولها. ها بلاش? بس انت في حياتك انت دكتورك ما يسموه حكيم. عشان انت اللي بتحكم على الامور. مش كل ما ينفعش اصلا روجيتة بتاعتك تبقى استنبل كل الناس. انت بيجي لك الغني والفقير. بيجي لك المثقف وبيجي لك الجاهل. فهمي ولا? لا. ما ينفعش اتعامل الناس كلها بنفس المحتوى. خلاصة المحاضرة. المحاضرة دي من يعني. هتسمع من الناس كتير. بس صدقني محدش هيقولها بالنظام ده. امشي بالنظام ده. وهتمشي زي الفل. وابني عليه بقى اي حاجة. انت فاضل لك تكات معي. ايه التكات? تبقى عارف ايه ايه السيمطومس اف كارديولوجي? ايه السيمطومس اف كزا? ايه السيمطومس اف كزا? لو انت جمعت السيمطومس بتاعت كل حاجة وعرفتها انطالب واخد من اي حد ما يهمكش اي حاجة. اه اللي يسمع المحاضرة يتواصل معي. اللي عنده اي اسئلة او نقطة غامضة يبدأ يتواصل معي فورا. اه يا رب تكون المحاضرة كويسة. هنشوفكم ان شاء الله على الف خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا يا عطف. اشتركوا في القناة